موسيقى مساء الخير نحن وصغار كانت تكفينا شجرة طبيعية أو حتى غسل شجرة وشوية جيء زينة تنحس بفرحة أكيد معظمكم بتذكرها أما اليوم فبلدية بيروت واحدة بدأت تصرف مليوني دولار للزينة وبجبال صارت دعاية المصرف هي الزينة والشجرة والعيد ولحنروح من جبال لزحلة يلي بتتزيم من كيات من عيد لعيد كتر خير البلديات ما تركوا شي بدل ما يزرعوا الشجر عجواني بالطرقات ويزينون على العيد ويحطوا الأموال عم شريعة بتفيد الناس صار العيد مناسبة إضافية للهدر والسرقة وتنفيع المقربين وتبييد وجه السياسيين أما أنتو وأنا نحن الناس منعيش من عيد لعيد ناطرين ولو بتعرفوا شو ناطرين بهالقيام تتشكل حكومة أنتو وأنا كيف بدنا نصدق أنه جمدوا كل شي بالبلد كرمال وزير وكيف بدنا نصدق أنه عم نشحد من سادر تنلزم فلان بملايين الدولارات تيكب النفايات وين بالبحر عم نشحد من سادر نستأجر مباني حكومية من ولاد فلان وعلتان بملايين الدولارات وبعدها لهلأ فاضية عم نتدين كلنا لناكل ولنصهر ولنعمل عمليات تجميل ولنسافر عم نتدين صرنا تنفشخ عبعضنا عم نتدين وما عم نعمل شي تنقنع أولادنا يبقوا هون ونحن وعم نرسم توجه البرنامج فريق العمل وأنا حسمنا أنه بدنا إياه يكون مساحة أمل والليلة لح نجرب وضروري نحكي مع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود عن عدة بارقات أمل لكن جديا بدنا مين يساعدنا نعم بدنا حدا واحد يفرجينا أنه إيه في أمل بالبلد بدنا حدا يوقف ويقول لا للتنظيم المدني يلي عم بيوزع الترخيص يمين وشمال لتدمير كل اللي بقي من جمال بهيدا البلد بدنا حدا يقول خلص يا جماعة ممنوع نكب مجرير بالبحر والنهر وما في شيء أهم من أنه نخلص من هيدا الشيء بدنا حدا يقول ما ممكن تمرق ليلة إضافية وحدة بلا ما تكون طرقاتنا مضواية الطرقات الرئيسية كلها من طريق صيدة بيروت لطريق البترون ترابلوس لطريق ظهر البيضر لأوتوستراد المتن السريع لأوتوستراد كفردبيان كلهم لازم يكونوا مضوايين بدنا حدا يقول ما حكومة أو بلا حكومة ما ممكن أرض إضافية مصنفة زراعية تتحول إلى صناعية بدنا حدا يقول كيف فينا نحافظ على بيئتنا واليوم لح نحاول نقول هيدا الشيء مع مدير عام وزارة البيئة بير شاشاشيان تنحكي معه بكل هالمواضيع بدنا حدا واحد أو لا تعرفوا بدي أتوجه للرئيس الحريري والسيد حسن نصر الله اليوم تقول لهم أنه بليز حسوا فينا أنه نحنا عايشين وعرفوا قديه تعبنا وقديه عم نتعب وما منستاهل مقعد وزارة واحد يضيعوه عليه مزيد من الوقت وتضيع معه هالفرصة فرصة إنقاذ البلد بعهد ميشيل عون برحب أكيد بالجمهور اللي مشارك معنا من كل القطاعات ومن مختلف الطيارات والجامعات بيسعدني رحب بداية بالمهندسين الزراعيين اللي اليوم لح يشاركونا الحلقة بطلاب من جامعة الأوزاك بطلاب من الجامعة اللبنانية الفرع التاني بجمعية بس كنت بيتنا بجمعية الأرض بالطيار العلماني باليو أس جي وبممثلين عن الأحزاب الطيار الوطني الحر القوات اللبنانية الكتائب اللبنانية طيار المستقبل الحزب التقدم الاشتراكي حزب الهاشناك حركة أمل الحزب الديمقراطي اللبناني حزب الحوار اللبناني ولح استقبل بالفقرة الثانية والثالثة المهندس عبدالله حداد والمهندس الزراعي شرب الأغو جودة والمهندس ويسام الطويل والمهندس غسان فقالي والناشط البيئي سليم يوسف يونس تاي شاركونا وشاركونا بتصويتكن وأسئلتكن وقراءكن عبر هاشتاك ضروري نحكي عطونا تعليقاتكن عبر وسائل تواصل البرنامج نحنا لحنحاول نجاوب عليها اليوم وبكرة ونحنخلي كل الأسئلة موضوع نقاش وهلأ بتوقف مع الزميل غسان صعود لنناقش معه آخر مستجدات الأسبوع أهلا وسهلا غسان اشتقنا لك من الأسبوع الماضي الحمد لله غسان شفتك كايك جاي موتر ومعصب وكت عم بسألك وين صرت قلت اللي جاي من بقعتوتا شلي موترك مع انه بقعتوتا منطقة بتجنن يعني مفروض انك تكون جاي عصابك مرتاحة عنجاد هي منطقة كتير حلوة هي منطقة كتير خضرة بتتوسط كفر دبيان وفقرة عم نحكي عن طبيعة بتاخد العقل بنص هذه الطبيعة اللي بتاخد العقل بشوفها في معمل بس بدي يقول شغلي انه لما معمل يطلع مفروض يكون في شبكة بنية تحتية طويلة عريضة لهيدا المعمل من أكيد الصرف الصحي للطرقات اللي بدون يستقبلوا الكاميونات والشاحنات اللي حيكونوا رايحين جايين في معمل طويل عريضة عم يطلع اليوم لشركة صنين وليبيز لألان وجاك أتابوريان حجموا على جد ما بيتصدق كل هيدا الشي بدون ولا أي ورقة قانونية بإذن من سيادة اللواء يعني اليوم مين سيادة اللواء يعني؟ سيادة اللواء يعني شبق أمن الداخلي بيعطيهم موافقة انه هن يقدروا يعملوا اللي بدون يه بدون ما يمرقوا بأي ترخيص ما في ولا دورية دي للدرك بحالة تطلع توقفهم ما في محافظ يقدر يوقفهم سيادة كلام خطير عندك معلومات أكيدي غسانة عن هيدا الموضوع أنا عم بحكي عن معمل ما عنده أي ورقة قانونية لا من وزارة البيئة تشال الشجر يلي كان موجود لا من وزارة الزراعة شغال؟ هلأ عم بعمروا بعدون هلأ خلصوا ستلون أربع سنين عم بعمروا اليوم صار فيك تشوف المعمل بقلب بعطوطة يعني المنطقة اللي فيها تفاح وخضار مين بمين بمين بهادي المنطقة الخضرة بهدي المنطقة اللي هي السياحية هلأ نقطة فوق كل هيدا في إذن من اللواء بيسمح لهم بهيدا الشي اليوم إذا أي مواطن عم بيسكر إذا بديك بالكون ما بيضل في دورية درك ما بتجي لعنده إذا واحد عم بعمر عم بيغير لون الحات عنده بالبيت تجي مئة ألف مداهمة بالوقت نفسه عم يطلع معمل طويل عريض وزارة المالية اللي بتلحقنا على كل سنت إذا صرحنا عنه أو ما صرحنا عنه وزارة المالية غبى النظر عن كل الترخيص والعائد المالي للترخيص تبع هيدا المعمل إذا إذا راعد ترخيص طيب بكرة غستان بيجي مين يقلك من أصحاب المعمل إنه هيدا الموضوع هو لأن عاش المنطقة وتشغيل أهلا لا مع الأسف هيدا الموضوع أنا مع أنا مع أنه هيدا الشي يكون لتشغيله بس أنا بقول هيدا المعمل ما في يطلع ولا أي معمل بأي منطقة لبنان بلا ما يكون في شبكة بنية تحتية قائمة بحد زيتها نحنا كيرستنا داليا اليوم قبل ما نروح لعند لحدا من الجمهور نحنا كيرستنا اليوم إنه تنظيم المدني عم يجي يسمح لبنية تطلع طيب وين الباركينج طيب وين الطريق يعني اليوم محل ما أنا ساكن مثلا كل يوم في طريق معمولي لثلاثين سيارة فجأة بيصير في ثلاث تلاف سيارة بس تعطيته لهيدا البنية مشان هيك يطلع كيف بدي يقول شغلي بعدني بالنقطة الأولى لأنه بهيدا الفكرة بدي أخذ رأي محمد الشحادي بالموضوع لا يمكننا أن نضل ناطرين بهذا الموضوع لازم حدا يتحرك باتجاه التنظيم المدني لا يمكن لبنان يستباح بهذا الشكل نعم محمد بعشرين ثانية ما رأيك بالله يحكي غسان بعتقد يمكن الأمن الداخلي تابع لوزارة الداخلية مش لوزارة المالية إذا الترخيص ممضي من الأمن الداخلي يعني هو تابع لوزارة الداخلية فما في دائم نوجه لتصويب صوب بوزارة المالية بكل شي هذه واحد الشغلة ثانية بموضوع البنى التحتية المصلحة العامة لنهر الليطاني هي من أشد هلأ الفاعلين على رافعين دعاوة على موضوع البلديات أكيد حضرتك متابع بموضوع البلديات يلي ما أنا عاملة بنا تحتية وصاب المجرير على نهر الليطاني وصلت الفكرة محمد شكرا شكرا لمداخلتك الفكرة الثانية عقب سريعا لأنه بدي شارك الجمهور غسان نحن اليوم موفقين بمدير عام بمصلحة الليطاني أول مرة في مدير عام عم يعمل معركة حقيقية عم بيجيب المجتمع المدني عم بيجيب الميديا عم بيقولون هايدي المعركة هي معركتنا اللي عم بيصير بموضوع الليطاني عايب عايب على كل البلديات اللي مصرة تتمسك بالمخالفات بدي أحكي على السريع بس بردوني بخاصة هايدي النقطة كمان ما معقول هيدا النهر يكون هايك حالته لأنه في شركات لأنه في مخالفات لأنه في حدا عم يحميهم نهر البردوني حالي بحد زيتا يعني كمان وبتستدعي كل مثل ما بيقولوا العناية الفائقة ذكرني شوي بنهر الليطاني ووين صرنا فيه بدي أخذ من بعدها من مريئن أوهانسيون مداخلة على هايدي النقطة اللي عم تحكي فيها موضوع اليوم بنهر الليطاني في معركة عم تنعمل بهذه المعركة اللي عم تنعمل القضاء في عنده جلسات مهمة 18 و 19 شهر الجاي القضاء معنى أنه يقول لهول المخالفين لازم القضاء في 18 شهر يعطينا نموذج على المحاسبة لازم رئيس جمهورية يغطي القضاء بشكل كامل ويقول لهم حيسبوا المخالفين إذا 18 شهر المخالفين ما تحيسبوا عم نقول لكل اللي عم بيلوصوا الليطاني كل الجهد اللي عمره المدير العام هذا كله لحين كب ماري آن بونسوار ماري آن أوهانسيان حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي برأيي نحنا إذا نحنا عنجاد دولة ديمقراطية ونحنا همنا الشعب ورياحة الشعب وأنه يعيشوا حياة كريمة مثل ما قلت حضرتك نحنا لازم نحاسب كل واحد منهم اللواء اللي ذكرت اسمه ما بعرشو اسمه فبتمنى المجتمع المدني هيك يتحرك وينتعش به هيدا الموضوع وأنه يتحرك درابات شكرا للمشاركتك فكرتك الثاني الشيء الثاني اللي كتير معصبنا أنهم باري حكي أننا عم نعمل هايكينج بشوف التقات هونيك بكروب شباب سهول كروب الشباب اللي عمروا 22 إلى 25 سنة عندهم مشاكل هائل اليوم تحتى يشتروا بات بالمنصورية أو بالحازمية أو بالزلقة أو بكل سحل المتن الشمالي بالوقت اللي هني عندهم أحلى بيوت ممكن واحد يتخيلها مع جنينة بالدمور أو بدير الأمر أو بنبع الصفة ومحيط نبع الصفة ليش يا شباب بتعيشوا تحت ما بتعيشوا هون لأنه البيت بعيد قديش البيت بعيد؟ لأنه بعيد يا غسان لأنه ما في مقومات حياتية بتخليهم يكونوا موجودين لمدارسهم لمستشفياتهم لا داليا نحنا اليوم نحنا اليوم عم نحكي عن شباب عم يبلشوا يبنوا بيت يبنوا بيت يعني هو يخلص مدرسة وخلص جامعة إذا بدي يقول أولاده هني بالجمهور أو أولاده هني بأي مدرسة هون تاخد معهم الصباح 20 ديئة أنت اليوم من الحزمية نبع الصفة بعشرين ديئة من الدمور على بيروت هي عشرين ديئة لنص سيعة أنا بدي يقول لهول الشباب فينا نظل نتحجج بكتير إشياء فينا نقول ما في أمن فينا نقول ما في مدرسة وقاية طريق من الدمور لبيت الدين عاب عن شها دعيب أنه اليوم معقول وليد جنبلاط ومعقول جورج عدوان معقول كل هول بيسمحوا هلأ التيار جديد فات بس برضو بس 6 شهور برضو وزارة الطاقة كانت معهم معقول هالطريق مطفاية عزيم بدي أخد رأي حدا يمكن منشوف رواد نصار من التقدم الاشتراكي حضرك من المنطقة رواد نصار منظمة شباب التقدم من أي منطقة أنا من منطقة يتعلي بس بعرف المنطقة كتير منيح أول شي بس كرمو القصة السكن بحب أتواجه أنا بالشكر بحب أتواجه بالشكر لرئيس اللي خائد ديمقراطي اليوم تيمورجن بلاطيا اللي قدم مشروع خانون نظام الأجار التملكي هذا الموضوع يمكن بحل كتير مشاكل الثاني موضوع أنا نحكي أزعب أنا نحكي نحن عن طبيعة العيش فوق وأداش فيه أنه نحن عم نشدد دايما أنه يكون فيه لمركزية لما هو بواقع الحال كلها مركزية رواد أنت عايش فوق أنا عايش بمنطقة علي بويصور عايش بقلب المنطقة يعني بتشجع الكل مثل ما عم يحكي غسان أنه يطلعوا يعيشوا بمناطقهم والشباب اللي مثلا كيبنوا بيوتهم فوق ويجيبوا أولادهم فوق بس لحقلك شلح طالب لحقلك بشو اللي حطلق أنا نحنا مظبوط عنا نحنا منطمرنا ينخر مشروع الأجار التملكي نحنا منطمرنا ما ينخصب من المستشفيات التبعنا من موازنة المستشفيات التبعنا ينخصب منا مصارع على حساب كرمال محسوبيات سياسية ويبطل في عنا نحنا دعم للمرة اللي عنا شكرا شكرا رواد خليني بس أنا هون بدي زيد شغل أنا بدي قول بدي قول أنه اليوم الدرزة بين اتنين يعيش بضيعته والشيعة يعيش بضيعته بس الروع على المسيحي بيصير في غنج أنه المدرسة مش عجبته والمستشفى مش عجبته ومدرشه والمسيحي اليوم ابن الشوف وابن علي يطلع يعيش بضيعته ضيعته أحلى ضيعته قريبية عبيروت صار في شبكة طرقات وصار في عنده نواب إذا شي ناقصه يروع عند نوابه بيعطوه اللي بدون إيه أكتر من هيك مبارح جبران بيسيل بالجولة كان واضح إذا حدا من النواب قصر تعول عندي نعم هؤل الشباب ما لازم بقى يفتشوا عشقه 80 متر و90 متر يموتوا تيدفعوا حقه يطلعوا يعيشوا ببيوتهم اللي كتير حلوة وإذا عايزوا مساعدة باعتقاد صار فيه كوة سياسية تساعدهم إذا انتوا مع أنه غسان يدعي الشباب يطلعوا يعيشوا ببيوتكم زقفوا له لغسان بس إذا على هيدا واللي ما بدوا يزقف له بيطلون مش معه غسان في حكومة في حكومة بس قبل ما نحكي حكومة بدي خبرك شي هل أنت قلت شي بالمؤدمة معك الدقيقة وعندي حدا بدي أخذ منه مداخل طيب إجارات المباني بالدولة اللبنانية نحنا بندفع بالسنة 200 مليار ليرة إنشاء المباني بكلفه 750 مليار نحنا صلنا من الحرب من سنة التسعين لليوم عم ندفع 200 مليار إنشاء المباني بكلف 750 مليار هؤل المباني نحنا عم نستأجرون هني مثل ما أنت قلت بالمؤدمة الأولاد المسؤولين والأولاد مدرمين ومدرمين ومدرمين هيدا الهدر يلي ما بيتصدق وهيدا الهدر يلي ما فينا نصدق إنه بعدنا عايشين معه نحكي حكومة على السريع لح أسأل المدارة العامين عن هيدا الموضوع قبل الحكومة عمر عسيلي من الأوزاك ويا عمر مداخلة على موضوع المباني أو أي شي بتحب تقوله من اللي قاله غسان سريعا نحنا أكيد منشجع المجتمع المسيحي مثل ما حضرته تفضل إنه يمكن المسيحي أكتر هالفترة مغناجين بس نحنا مشجع كل واحد يرجع عمناطقه ومتل ما قالك من أستاذ غسان صارت المواصلات كتير هينة وكتير مأمنة ما في أحد من واحد يعيش بمنطقته عم يتعذبه وطي ياخده شقة صغار مناطق كتير بعاد وعم يحطوا مصاري أهلا على الفاضي وأكيدنا مش نعم يشتغلوها ومحمد شهاب بدي المداخل الثاني قبل ما أوصل إذا في حكومة أو لا وإنهي الفقرة أنا بدي كمان عقب على المقدمة طب حضرتك محمد شهاب كتاع الشباب حزب الحوار الوطني أهلا وسهلا فيك استباحة المرافع العامي كافة اليوم من الأحزاب اللبنانية والمافيات طبعها اليوم السبب الأساسي الشباب اللبناني كله لازم يرجع عن استقالته من انخراط بالشأن العام والأمور السياسية اللي مقدمينة اليوم لا شك إنه هذا الأمر الأساسي لأن إحنا اللي عمنا يكون الضريبة بآخر طنهار اللي عم يستفيد منه هاي دول الأحزاب اللي مستبحين هاي المرافع العامي والمافيات طبع هون الموضوع نحنا بيتعلق فينا ونحنا اللي لازم نشارك بهذا الموضوع أنتو حزب بالمجلس عم بيكون عندكم هيدا الصوت بممثلكم إنكم نتوصلوا ساعات النيب نشاطه حزبياً عم بيكون مش عم بأثر نهائياً صارنا عمليين مؤتمرين اكتصادياً وبقيياً وقريباً بعد هنعمل مؤتمر جديد بهذا بهادول الأمور نفسها مش عم من أثر نهائياً ونصوت هيدا الصوت اللي نحنا حابين نسمعه عم بيوصل بكل 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 معايير اللي حابين نسمعه شكراً 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 غسان في حكومة أولاء معك عشرين ثانية كمان ما في قلك يا أولاء في قلك إنه في جو في تنين راقوا في تنين أسبوع الماضي كانوا كتير متوترين وعم بيصارخوا ع بعضهم هون الاثنين هون الاثنين راقوا أنا برأيي لا سيد حسن بيحمل إنه ما تتشكل هيد الحكومة ولا سعد الحريري بيحمل إنه ما تتشكل هيد الحكومة في تنازل عند هون الاثنين لازم يعملوه وفي تنازل تالت بعتقد حيكون جزء منه الطيار الوطني الحر يلي حيقبل آخر شي بوزير تالت بوزير سنة يكون هو يكون هو الحل يعني آخر شي في تسوية لثلاثة حيعملوها إن شاء الله ما يطولوا تيعملوها هتكون ع حساب حدا؟ بعتقد لا بعتقد إنه لما لما لثلاثة يتنازلوا ما حتكون ع حساب حدا بس شرط إنه لثلاثة يقبلوا يتنازلوا بتتوقع قبل العيد؟ الأهم من هيدا الشي داليا هني يعني هو الجو السياسي بيقول إنه أكيد بالعيد بيكون في حكومة بس أنا بديقول ما فينا نضل عايشين بهذا الهم عنجد في بلد لازم يروح على التقليع ولازم لثلاثة يعرفوا إنه نحنا كتير متضيقين الوضع الاقتصادي بطل يسمح بكل هيدا الرفاهية نعم أنا نطرى تعليقاتكم على الهاشتاك ضروري نحكي شو بتحبوا تقولوا تسألوا وأراءكم ونحنا لح نتفاعل معكم ملفين بعد شوي تعطينا أكتر من نتيجة من الشكر غسان ومن وضعوا بزقفة إلى الأسبوع المقبل بريك ومنتابع امتابعين معكم ضروري نحكي ولح نفتح ملفات كتير الليلة ملفات حياتية كنا حكينا عنها خلال هالأسبوع توصلنا نحنا وياكم على صفحات التواصل على تويتر بأسئلة هلأ لح ندخلكم فيها أكتر بيسعدني أني رحب المهندس لويس لحوت سعادة مدير عام وزارة الزراعة أهلا وصهلا فيك معنا دكتور بيرش هاشاشيان سعادة مدير عام وزارة البيئة أهلا وصهلا فيك وأكيد لحي رفقنا كمان من المجتمع المدني المهندس شربل أبو جودي والمهندس عبدالله حداد أهلا فيكم وبكل الجمهور المشارك وأسني على حضور المهندسين الزراعيين وكمان كل الأشخاص ممثل الأحزاب والطلاب اللي هن اليوم هيك عطين نفحة خاصة للبرنامج ساعدتك شو تأثير عدم وجود حكومة على شغلكم بالوزارات؟ أول شي بدي أتشكريك أنك عم تضوي على شأن الزراعي هذا كتاع مهم بالاقتصاد الوطني بدي حي عبرك كل مهندس زراعي وكل طبيب بايتري وكل مساعد فني زراعي كان بالكتاع العام أو بالكتاع الخاص بيعمل على الأراضي اللبنانية أو بالاختراب اللبناني بالنسبة لسؤالك أكيد الكتاعات الاقتصادية بتتأثر بعدم تشكيل الحكومة أنه بتعرفين بتصريف الأعمال هو إله ودوابته ونحن بنتأمل يكون في حكومة سريعة مع خطوات اقتصادية وخاصة على الصعيد الزراعي لأنه فيه اهتمام اليوم مهم بالكتاع الزراعي من قبل حكومة اللبنانية اللي هلأ يتصريف أعمال وأكيد مع فخامة الرئيس العماد ميشيل عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبي بيري ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري بتصور كان فيه اهتمام كبير وإن شاء الله بيتابع مع الحكومة الجديدة كان على صعيد مجلس الوزراء أو على صعيد التشريعات بمجلس النواب نعم إذا بدأ نقول من الحديث اللي هو أنه بيتأثر عمليا دكتور بيرج قديش هذا التأثير بيكربج وزارة وقت اللي ما بتكون فيه حكومة وتصريف أعمال يعني اليوم بتشاركوا بمؤتمرات بعضو جي من مؤتمر بالأرقوي وحضرتكن كمان ناشتين بس بالضلل بإطار هذه المشاركة قدي عمليا التكربج موجود ما في شك أنه عدم وجود حكومة شغلة بتأثر على مصار القرارات بالوزرات الوزير مبعودي قدر ينفق على مواضيع مضطر ينفق عليها فيه أمور معينة تعينات ما بيقدر يعملها فما في شك أنه عدم وجود الحكومة شغلة مؤثرة سلبية جدا على الاقتصاد وعلى الاجتماع وعلى البيئة لأنه دائما نقاش سيد داليا أنه الاقتصاد والاجتماع بس أنا بحب أوضح شغلي أنه نتجي هالفكرة أنه اقتصاد واجتماع فقط لأنه تاريخيا ما كنا نحكي كتير بالموضوع البيئي اليوم موضوع البيئي صار موضوع محوري بيربط الاقتصاد والاجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي بجامعة الدول العربية المجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم والتحدي كل هذه التسميات طلعت قبل موعينة على أهمية البيئة العالمية فاليوم ما فينا نحكي عن اقتصاد واجتماع بغياب الحكومة بل ما نحكي عن البيئة والبيئة عم تدفع مثل ما كلنا بنعرف اليوم أغلى فتورة في لبنان لأنه لبنان شو بيقدم للمحيط طبعه نعم مناخه وشجره وخداره وفوكته وزراعته وميته وزراعته وبحره هيده اللي كلهم عم يتدهوروا شيئا فشيئا عا كلها الموضوع صار عالمي وعم ينتقل إلى كل الدول كمان ونحن عندنا يمكن بأخطر مراحله إذا بدي انتقل لصلاحيات المدير العام نعم نحن عم نعمل هيك أسئلة مع الناس في ناس ما بتعرف شو صلاحيات المدير العام ولكن أنا بدي حدد السؤال وين المدير العام بيقدر يشتغل لحاله بل ما يرجع للوزير أنا برأيي دائما أن التكامل مهم بين وزير ومدير عام إذا ما في تكامل بتوقف الوزارة أنا بأمن بهالتكامل وأنا صر شاغل مع سبع وزراء دائما بقول أنه التكامل والتعاون مع الوزير مهم خاصة إذا كتاع حيوي مثل الكتاع الزراعي ما بيحمل تأخير باتخاذ القرار تعرف الكتاع الزراعي هو بك تعيشي بشكل يومي معه لأنه في مواسم زراعية كانت نباتية أو حيوانية في مشاكل مزرعين كلها هيبدا معالجة بشكل يومي وهون بوشي تحيي لكل وزراء الزراعي اللي تويكبوه ونترحم على الأموات منه لأنه بتصور دائما التكامل كان بايني وبايني بيخلق سقة عند المزارع وبيخلق بنفس الوقت حافز لتعاون كتاع الزراعي ساعدتك حتى لو كان الوزير من غير التوجه السياسي ما بتعرق للمدير العام بالعكس بالعكس أنا برأيي المدير العام أصلا مريزي بكون عنده توجه سياسي بكون منفتي على كل شرايح المجتمع المدني بس مش دائما منشوفها هاي كل التواف والمزاهي وأنا بقولك سبع وزرات عطيت معهم دائما كان يكون تعامل مسمير لمصلحة الزراع دكتور بارش حضرتك ما بتعاني من هاي المشكلة بمتاهة سياسية معينة بوزير من غير توجهك السياسي وين بتقدر تكون قرارك لحالك وين بيوقف أنا بدي أثني على اللي تفضل فيه زميلي سيزي لويس مدير عام الزراعة التكامل بين المدير العام والوزير شغلي مهم جدا حتى باللغة الإنجليزية الوزير بيسموه سكرتري أوف ستايت والمدير العام بيسموه بيرمنت سكرتري فالمدير العام هو الزاكرى المؤسساتية هو الزاكرى المؤسساتية طبع المؤسسة بس ولكن التصادم بيصير لما بيحصل أي نوع من فساد اليوم فخيمة الرئيس واعد اللبنانيين وتصريحاته متتالية بموضوع مكابح الفساد ومكافحة الفساد أنا شخصيا استضمت أكيد مش مع الوزير طارق الخطيب مع مجموعة من الوزراء يلي كانوا عندهم إجراءات غير قانونية تصديت لها تصديت لها شو عملت؟ شو عملت؟ يعني صلاحية المدير العام واضحة بهذا الموضوع بيفطلوا نظروا للوزير أي وزير كانت أكتر شي استضمت معه؟ ما حابب بسمي أسماء معروفين ما هني وصلوا وفلوا وراحوا هني وبقيت أنت الوزير الحقيقي ما هني معروفين وبيعرفوا حاله هلأ إذا كانوا عم تسمعوا بيعرفوا عمين عم دل هني ثلاثة هني ثلاثة وما بدك تسمي ولا واحد؟ ولا واحد بترجيكي هني بيعرفوا نفسهم الفكرة هي أنه المدير العام إله حق يلفط نظر الوزير على المخالفات الوزير بيعتقد أنه إله حق يصر ويأكد ولكن فيه قرار مجلس وزراء صادر سنة 93 أو 94 يمنع الوزراء على الإصرار والتأكيد وبيقول لهم أي موضوع فيه خلاف بينكم وبين المدير العام يعرض على مجلس وزراء نعم طب إذا فشلة الوزارة مين بيقرر بهيد الحالة؟ إذا كان فيه فشل وصاب الوزارة وصار فيه مثل هيدا التصادم مين بيقرر؟ أنا برأي هيئات الرقابي ومجلس الوزراء هني بيبطوا بهالموضوع بس أنا هون بقول ديماً الوزير والمدير العام متى أنا الوزير الحالي كان محافظ سيبق بوجه له تحية للوزير غازي زعايتير كان محافظ سيبق مارس الإدارة وبيعرف شو المحدة دي بتحدد صلاحيات المدير العام المية 11 بيقانون الموظفين بدي يقول شغلتين بهالإطار أول شغلة إنه كل مدير عام لازم يسعى لحتى المرفع العام يسري دون أي مشكل ويكون هو عم يطبق لأمانين والأنظيم الماريات الإجراء والقرارات التنظيمية باستعاب باستعاب اثنين إذا صارت المشكل لازم يحاول يحلها بينه وبين الوزير بدون ما يدخل الإعلام أو يدخل الرأي نعم وهيدي بتأسل على تقزيم المشكل أكثر نعم بس اليوم اللي بيسمعكم يعني بالأحرى اللي بيسمعك ساعتك بيقول إنه كل الوزارات على توافق كامل وهذا مش شي دايما بيحصل يعني هذه اللهجة السلمية اليوم مش هي دايما حقيقية بكل الوزارات بس سمح لي بالقبل أخذ رأي برنار غسان سيكولار كلاب بموضوع المدير العام ودوره غسان معنا أوكي لحأخذ رأم رحأخذ مداخلة لويس خوري حنة جمعية بسكنتا نحن كمنظمة بسكنتا بيتنا أعلننا مارش بسكنتا كأعلى حرش ثانوبره بالشرق الأوسط بس نحن نعد الدراسة لهذا الموضوع لأنه وزارة الزراعة ما عندها أحصاءات علمية كافية حول الأشجار والنباتات والطيور الموجودة بالمنطقة سؤالي هو عن لوزارة الزراعة أنه شو عم تعمل بهذا الخصوص كدراسات وأم ترح نصير نشوف فيه تفاعل بينه وبين الجمعيات تتحمل بيئة وتتحط استراتيجيات لحماية الأحلى شكرا أنا بدي حييك وحيي مبادرتك ونحن بنحيي كل المجتمع المدني لعنده مبادرات أنا بدي عيك لتتواصل مع مصلحة زراعة جبل لبنان مع مديرية التانمية ريفية لأنه نحن حارسين ناخد كل الاكتراحات ونوضع كل استراتيجيات المناسبة والأحصاءات في مشروع أملته منظمة الفاو من أربع خمس سنوات لموضوع الأحصاء ممكن هلأ عم نحضر مشروعات جديدة لأنه بتعرف العوامل عم تتغير ونحن حارسين على ندعم كل شي تجير لتخفيف من التصاحور ولا حماية السرب الحرشية والغبيت باللبنان عزيم إذا بدي أرجع على مداخلة من الجمهور من حيب بيعطي رأيه منكم بدور المدير العام وقديش بحس إنه عنده أهمية فضلي ريتا خوري تعاونية أديار أنا يمكن إلي فترة بشتغل 11 سنة اشتغل بالزراعة ونحن عنا علاقة كتير صارت قوية كمزارعين بالبنان مع الوزارة والفضل هو للاكيب الموجودة حاليا بالوزارة وعلى راسة ساعة المدير المهندس لويس لحود يعني الشغل يلي صار مؤخرا صارت الوزارة عم طاعت هالقيمة المزبوطة للزراعة ولهذا الكطاع الزراعي اللي هو ركيز اقتصادية للبلد نحن كمنتجين البيض كلكم يمكن سمعتوش صار بالسنين الأخيرة يعني صحيح إنه عندنا منتوج منيع عندنا البيض عنده جودة كتير عالية بس لوما الجهود القوية اللي قامت فيها الوزارة الزراعة والمدير العام شخصيا سوري بس بدي أقول يعني وزير ولا وزير هو على طول كان موجود وعم بيواكب هذا الحدث ما كنا وصلنا لهون شكرا شو أكتر صعوبة عم بتواجهك هلأ بهذه المرحلة الملفات البيئية شائكة جدا يعني مثلا عندنا موضوع النفايات سألتونا عنه موضوع المقالع والكسرات هذه ملفات فيها وفيه وراها مفيات وهذه المفيات متربصة بمفاصل وقرارات بإدارات مختلفة بلبنان وعم بتأثر على إنتاجية وزارة البيئة الوزير الخطيب حاول أدم فيه بدعم من فخامة الرئيس يوصل لخطة وطنية بموضوع النفايات وقرت بمجلس وزراء بس ولكن منعود لموضوع التنفيذ موضوع التنفيذ مش بإيدان وزارة البيئة حاليا لازم يصير بإيدان وزارة البيئة ولازم ينتقل التنفيذ وين هو دكتور برج موضوع النفايات يعني هذا الموضوع المعمل لقيله حال لمفهوم لهو بالسياسة ولهو بالاتفاقات الدولية ولهو بمحالي يعني معقول نحنا كلنا سواء بعدنا قاعدين اليوم جيت حضرتك أكيد أول شي شو شميته بس فت هوني على الو تي في لاحتزبالي يعني أنه معقولي هيدا الموضوع منا قادرين بعد نلاقي له ولا حال كل شي في مهندسين كل شي في مفكرين كل شي في ناس قدمت خطط حضرتك هل هي تقنية ولا هي سياسية هي يمكن بين سياسية وبين فساد وإذا ما بدنا نكبح الفساد بالملفات كلها بلبنان نحنا رايحين على وضع لا نحصد عليه طيب ومنطر كل الملفات لحتى تروح لحتى نقدر نحل مرسائلة النفايات أكد في خامة الرئيس أنه هذه الحكومة اللي ستبصر النور إن شاء الله قريبا رح يكون موضوع الفساد موضوع الأول فيها كيف في حكومة دكتور بارش وكان ملف النفايات أول ملف على طاولتها وبقيت سنتين شو اللي بخلينا نحنا هلأ نحنا والجمهور كل اللي عم يسمعوا يقولوا إنه بهذه الحكومة لحمة لف النفايات يكون هو أولوي أنا رح قال لك نحنا اليوم إذا بنرجع على التاريخ المعاصر اللبناني من بعض الطائف لليوم بنلاحظ إنه الحكومات تعثرت على ثلاث أمور في حكومة استقالت لما الدولار صار بثلاثة ألف هذا موضوع مالي في حكومة استقالت باستشهاد الرئيس الحريري بموضوع أمني سياسي والنفايات وفي هذه الحكومة يلي كادت أن تستقيل بموضوع النفايات فاليوم عهد فخيمة الرئيس استلم حالي يرثى لها بموضوع النفايات حاول يعمل معالجة أولى فخيمة الرئيس بتهدئة الوضع بس فخيمة الرئيس ملاح يعمل شي لحاله إذا الكلمة كانوا عندهم إيها أولوية والمجلس مجلس وزراء بتوجيهات الرئيس وعمل مثل ما بقولوا عمل نوع من خطة طارقة هلأ لتهدئة الوضع وهذا الموضوع حاطه على أولى أولوياته الوفد الفرنسي اللي كان عنده بالقصر الجمهوري قال له بوضوح أن البيئة ستكون من أولى أولوياتنا بهالحكومة هل المحارق الحال؟ سريعا لا أكيد مش الحال في حال ما تروح على الطاولة حلول جدا بسيطة الأنون اللي نحط هلأ هو الحال؟ الأنون هي مبادرة جيدة باتجاه الحل بس ولكن الحل هو بسيط نحن نفيتنا مش معقدة نفيتنا ملنا صناعية ملنا نووية نفيتنا بسيطة هي نفيت عضوية ونفيت قابل للتدوير وبعض العوادم يلي فينا نطمرها أنا بس بقول للجمهور لجمهور لبناني كله أنه مطبر الناعمة هو من أفضل المطامر في الشرق الأوسط وفي علامة استفهام كبيرة ليش تتسكر مطبر الناعمة؟ وليش عملنا؟ وليش عملنا مظاهرات؟ وليش سكرنا طرقات؟ يعني أنا ما بعرف أنه في أحدى الوزراء؟ في أحدى الوزراء؟ دكتور بيرج معلله لأنه هذا الموضوع يمكن من أهم المواضيع اللي ممكن تنترح زبلتنا هي سمنا هي سرطاننا هي البيئة اللي نحن عمل ربي ولادنا فيها وكل يوم عنا مشكلة أكبر من كل مشكلة موجودة بالبلد يعني بتوازي مشكلة المجرير البالأرض بقى أنه هذا موضوع النفايات أنا عم أقول بوضوح على الكاميرا وعلى الإعلام وعلى الهواء في سؤال ليش تسكر مطمر الناعمة؟ في أحدى الوسائل الإعلام كتبت أنه في ناس عندهم إقارات بمحيط مطمر الناعمة لأنه فاقت طاقته ولأنه كان لازم يتذكر من عشر سنين ولأنه بدي أرجع على روبرتاج الزراعة مع وزير الضل في أرجع؟ يلا بدي روبرتاج وزيرة الزل اللي كانت مفروض تكون معنا هي مسافرة إنما سجلت روبرتاج بتسألك فيه بتتوجه لك بكم سؤال فينا نشوفه سوا أنا وزيرة الزل معكم ومزارعة بنفس الوقت كتاع الزراعة بواجهة تحديات كتير كبيرة واحد من التحديات الكتير مهمة هو نزيف الأراضي الزراعية نسبة الأراضي الزراعية المصنفة الزراعية وممنوع البناء عليها في لبنان شيء لا يذكر وما بتكفي أبداً أنا بسأل المسؤولين بوزارة الزراعة هل عم بيتعاونوا مع المجلس الأعلى للتنظيم المدني لتصنيف هيدا الأراضي؟ كيف فينا نعمل السياسة الزراعية لما ما بنعرف مين المزارع؟ ما في عنا سجل موحد للمزارعين يعني ما في ولا طريقة الدولة أو الوزارة تعرف مين المزارع؟ وزارة الزراعة منها مسجلة المزارعين مسجلة قسم من المزارعين القسم اللي بده يخدمه سعادات أو القسم اللي عليه شروطه معينة بس أكتر المزارعين منا مسجلين طيب كيف بده تنعمل سياسة زراعية لما المزارع كيان شفاف بالمجتمع؟ واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتعنينا كلنا هي مشاكل السموم اللي عم بنشوفها على الخضرة والفواكة اللي بناكلها كل يوم حتى على الأزهار الحشرات تتولد كتير بصير عليك والبكتيريا مثلاً بصير عندها مناعة بجسم الإنسان على الأنتيبيوتيك بنفس الطريقة الحشرات بالحقل بصير عندها مناعة على السموم طيب شو الحل؟ هي استعمال حشرات مفيدة بتسيطر على الحشرات المدرة طيب ليه عنا هالطريقة الانضيفة منا موجودة؟ ليه المزارع لما بيروح بده يجيب حشرة مفيدة ما بيقدر؟ وزارة الزراعة بتقلك الحشرات ممنوع استيرادة لازم الشركة الخاصة تسجلها الشركة الخاصة تحكي معهم؟ بيقولولك إلية وزارة الزراعة لتسجيل هود الحشرات إلية كتير معقدة بيقدر أحصل على تعهد من وزارة الزراعة إنه الحشرات المفيدة رح تتسجل بمدى قصير؟ وما رح ننطر؟ بوجه تحية لرانيا يونس اللي هي لح تكون وزيرة ظل الزراعة ولح تتعيون الله راد انتوي إياها بس تجي من سفرها وهي دلو موضيع موضيع حضرتك كمان عم تشتغل عليها في سجل واحد للمزارعين؟ قبل السجل أنا بدي حي ريت تخوري مؤسسة أديار وعبرها بدي حي كل مصانع إنبيد باللبنان هذه التجربة النجحة اللي قامت فيها وزارة الزراعة هن يحترموا الموصفات والنوية كالكتاعة خاصة اليوم هي موجودة هون عم بتمثل مصانع إنبيد وهي بتمثل أديار الرهبن اللبنانية المارونية وعبرها من وجهة تحياتنا لرئيس العام الرهبني أبيتنا عم طلال هاشم اللي عطوا عنايتهم كبيرة بكتاع إنبيد وكل مصانع إنبيد باللبنان كل المناطق اللبنانية هون بدي يقول وزير الزراعة فوضني احترم خصوصياتنا بوجروا تحية للوزير الزعاية تلقرأ المجد وزارة وبيدي حي البعثات الدبلوماسية اللي عم تساعدنا على تسبيق إنبيد اللبناني من أوروبا لأمريكا وكمان عبر الشاشة عم تاخد دور وزارة الصناعة بهذا الشي لأنه المصانع هي العلاقة بين إنبيد لا نحن نتكمل نحن نتكمل نحن نتكمل نحن وزارة الصناعة والاكتصاد نتكمل مع بعضنا بس ايه والبيحدد المرسيم التطبيق بتحدد في وزارة ستيا وزارة الخارجية لأنه وزير الخارجية ناشط لو لما دعم وزارة الخارجية لوزير جبران بس إن ما قدرنا نعمل كل هات تسبيق بالاختراب اللبناني بالنسبة لست راني أنا بدي حقيها بيقول لها بويب وزارة الزراعة مفتوحة لكل اكتراحاتي بدي بلش بموضوع السياسي الزراعي كان الوزارة الوحيدة اللي أطلقت استراتيجية زراعية بحكومة الرئيس تمام السليم كان الوزير الشهي بوزير زراعة الإدارة طرحة خطة زراعية وأطلقت بكنون الأول 2015 بالصراع الحكومي خطة خمسية بقى إذا بتحب نزودها بالخطة أهل وسالفية بالوزارة بالنسبة لموضوع تشجير الحشرات والأدوية نحن متشاددين لأنه البلد ما بيحمل بقى شركات عم تتلعب بصحة المواطن اللبناني هذا موضوع أنا رئيسة جيدة الأدوية الزراعية منعنا الأدوية الزراعية المصارتين يتفوت على البلد عم نطبي إجراءات صارمة عم نتبع البردين المرجعين نحن ما بنقبل يفوت شي غير مطابق ما حدا يقل لي ما في حدا يقل لي بدي وقته بدي تعود شو البديل عن السموم اللي عم تنراش سعر نحن عم نعم الحاضر والعالم مش عارفة حالة إذا عم تيكون خليني وضع لإلجا على موضوع الأدوية الزراعية هذا موضوع عم تفوت الأدوية لازم تفوت في عندي فريق عمل وزارة بحيي ووجره تحيي كان الإدارة المركزية أو مراكز زراعية 29 موجودين بالمناطق عم يقوموا بمتابعات يومية لموضوع الأدوية الزراعية موضوع السموم هني نحن عمنا خطة إرشادية عم يقوموا فيها المراكز الزراعية الوزارة اشترت مصايد وفورمونيت لجذب الحشرات وبدع بتوزعها مجاناً على كل المزرعين وهالتجبية اللي حنعيدها على كثير من الأشجار المصمرة بتصور هذه هي الضماني ونحن عم نحاول أنه عبر هالمراكز الزراعية نكون بابنا مفتوح لكل المزرعين حتى ما يتعذبوا على بيروت بكل أقرب مركز الزراعي لأنهم بيتوزع هالحشرات الجيل هالمصايد وفورمونيت الجيلة بالحشرات طيب وبالأراضي الزراعية اللي عم تتحول لصناعية برخص يمين وشمال بالنسبة لعليقة الزراع بمجلس أعلى التوزيم أنا عضو المجلس أعلى التوزيم مدني يتعدل القانون بالألفين واثناث نضاف مدير عام الصناعة ومدير عام الزراعة نحن عم نحاول بمع سعادة مدير عام البيع اللي هو بعضو سابق بهالمجلس الأعلى وبعضو عضو مستمر وكان رئيس مجلس أعلى للتنظيم المدني عم نحاول كتير كل يوم أربعة عنا وقفات عم تكون لحماية الأراضي الزراعية ورح نستمر أنه منعتبر أنه هالأراضي زيزم نحميها وهي مستقبل الكتاع الزراعي بحماية الأراضي الزراعية السؤال عندي بعد هالأراضي اللي هالأد غلية كيف المزارع بعضة دكت يبدو فيه يكون عنده إمكانية أنه يشتري أرض ويزرع نحنا بتقولك شاهل اللي عنده إيمان بالبنين لأ أنا عم تتصنى فيه اللي عنده إيمان بالبنين واللي عنده إيمان يبقى إيمان بالبنين ساعة المدير العام نحنا اللي عم نعملو بخطة تسويئية للمنتجات الزراعية اللي عم نشتغلها وزارة الزراع مع وزارة الخارجية هي بهدف بقاء المزارع بأرضه بهدف تصليف الإنتاج الزراعي بهدف عدم باع الأراضي هل عندنا خطبي بالستة كانون الأول وزير الزراع مع عدد من التعونيات والنقابات الزراعية والمزارعين حكونوا بيبيو داباست ليوم إنتاج الزراعي هذا كله نفتح أسواق جديدة للمنتج اللبناني بهدف بقاء المزارع بأرضه والحد من باع الأراضي نعم عزيم بدي أخد مدخلة من برنار عصاف سيكولار كلاب عن هالموضوع سريعا قبل ما انتقل للمهندس عبدالله حداد والناشط البيئة تفضل مدير عام وزارة البيئة نحن صرنا من ثلاث سنين تقريبا لليوم بساحل المتن عم نعاني من مشكلة نقل النفايات من المستوعبات لمراكز المعالجة عم بتتم هالعمالية النقل بطرق ما بتطابق المعايير البيئية وعم بتسبب روايح مزعجة وتلوس فاليوم شو الحل هل الضابطة البيئية لازم تكسف عملها أكتر بالمنطقة أو في حلول تانية عندكم شكرا برنار نعم الحقيقة ما في حل اليوم نحن ننضلنا بهالواقع تيتسكر مكب الدورة ومكب جديد وننتقل لخطة وطنية متكاملة بتلحص كل هالمشاكل وقرّت هذه الخطة على أيام الوزير يعقوب الصراف لما كان وزير للبيئة ولليوم ما قدرنا نفّزناها وما قدرنا نفّزناها بكل صراحة ووضوح لأنه في مجموعة مستفيدين بيعرقلوا عملية التنفيذ وهل مستفيدين نافذين ووصلين لمركز القرار كل حلقه هاي رابع حلقه في مستفيدين في نافذين في وصلين لمركز القرار وما بعرف يعني أوقات بحس أنه وقت اللي بنحكي وخصوصا بس يكونوا مسؤولين أنه في لحستعملها يعني في أشباح بالدولة عطول مستفيدة من كل هيد القصص والناس هي المدررة وما عم نوصل لحل ساعتك كلامك دقيق المشكل بالموضوع ذكر الأسماء هو أنه لماذا منذكر أسماء إذا ما ذكرنا وما واجهنا ما حدا لحي يطلع يقول أنا معي حق أو أنا ضد ما معي حق لأنه نحن على الهواء وفي تدعيات قانونية من ذكر الأسماء بس كل هذه الأسماء أنا مستعد بوسقها بالخطة وابعتها للجهات المعنية نعم معي مايا الجندي كمان بمدخلة سريعة من جمعية الأرض مايا الجندي مجمعية الأرض لبنان في عندي سؤالين سؤالها وزاعة الزراعة وسؤالها وزاعة البيئة أول سؤال في في ناس بحجة رخصة استصلاح الأراضي هم تخد رخصة لتعمل كسارات ومرامي مثل أكبر مثل هي ضاعة كفر فلوس مساحتها مليونين متر مربع أخدت رخصة عساس استصلاح أراضي بس عملتهم كسارات مثلها ومثل غير ضيع كمان فكمان هيدي حجة لحتى يتهربوا من الضرايب فوزارة الزراعة عم ترائب هودا الرخصة اللي عم تعطيون أولا سؤالي لوزارة البيئة في سد بصري في مخطط لقلو بمنطقة مصنفة موقع طبيعي بالنسبة لمادة بالقانون اللبناني سنة 1998 وفي سد جاني كمان نعمل بمنطقة طبيعية نعم نهر نهر إبراهيم فإذا هود المواقع الطبيعية عم نعمل فيهم سدود شو تركنا لباقي المناطق اللبنانية نعم سؤالك لحكم له مع سؤال لحتى تجاوب عليهم مع بعضهم لأنه زيت الموضوع لحيحكي فيه المهندس عبدالله حدد تفضل شكرا شكرا اسمحي لي أول شي يعرف عن حالي أنا منسق هيئة المبادرة المدنية بعين دارة عبدالله حدد يا أهلا فيك نحنا منهتم بأضايا التنمية وبأضايا التطور الاجتماعي وسيئة القانون في عين دارة بمعنى آخر أنه لقينا أنه الموقع الوحيد اللي قدرين نركز عليه بظل غياب لنقول التعبئة اليوم ما الناس مهتمة أكتر باستفافة سياسي أو القبلي مما مهتم بقضاياها المباشرة فارتعينا أنه الطريقة المثلة اليوم لحتى نتصدى لمشاريع التدمير يلي هاجمة على بلدتنا نعم أنه نلجأ للقضاء أو القسم من القضاء خلينا نقول يلي أكتر شي اليوم متجاوب معنا نعم بدي بلش شوي مطرح ما وقف أو مطرح ما قدري كمل الأستاذ بيرج يعني وصف دكتور بيرج نشاط الكسرات والمرامل بالمافيات بالمافيات وهي فعلا هيك في تعريف علمي للمافيا هي أنشطة تمارس على هامش القانون مش بالضرورة بمخالفة تامة معه ضمن إطار غطاء سياسي مأمن له وبتمارس هذا النشاط أحيانا يعني بالتعاون مع أجهزة أمان انتم مين واجهتم استاذ نحن خليني أقول لك نحن عنا كان ثلاث مسائل أساسية بعين دارا عنا موضوع المقالع والكسرات يلي افتتحها السيد بير فاتوش خلينا نقول شركة بير وموسى فاتوش نعم بيرخصة من ألفين متر مربع طبعا اليوم عم يشتغل على مليون متر مربع تاني مشكل كمان مرتبط بالسيدة فاتوش هو محاولة إنشاء مصنع اسمنت على علوه ألف وخمسمائة متر على بضعة كيلومترات كيلومتر أو اثنان من بيوتنا ومن محمية أرز الشوف تالت شغلة عم نواجهها اليوم هي مافيات الرمول يلي بحجت أنه جاي يصد على عين دارا دمريت أرضا يعني دمريت الأراضي القريبة للبلدة وطحنطها وحولتها لرمول هذه تالت مسألة عم نواجهها بتحبي يعني بدي أعطي مجال بس يجاوب ومنرجع من فوت بالتفصيل أكتر لأنه بدو جاوب على ديما بدو جاوب عليك بذات الوقت بطريقة بتقول هل وزارة البيئة وين دورة بكل هيدا الموضوع كيف عم تقدر توصل لأنه توفق بين كل هالإشياء وقصة عين دارا قصة شاهدنا عليها كلنا سوا وعلى جسامة وفداحة الشي اللي صار ومش بس هي ثلاثة ربع مناطق لبنان لح تصير عندها هيدا المشكة لخصوصا الجبلية وزارة البيئة عملت مخطط توجيه للمقالع والمرامل بلبنان صدر هذا بمرسوم سنة لألفين وتسعة ومطلوب من كل مستثمري المقالع والمحافر أنه يتجه نحو هذا المخطط هلأ المافيات مش موجودة فقط بلبنان بالوليات المتحدة الشركات بتشتغل بالمناجم كمان بتشتغل بشكل عشوائي بأمريكا عملوا صندوق اسمه السوبر فاند يعني صندوق ما فوق الطبيعة يلي بياخد مصاري من الضرائب وبيعمل استصلاح للمقالع نعم وأول ما نزلت الوليات المتحدة على العراق لحرب العراق صحبوا هالمصاري منه وعطوه للجيش الأمريكي لتينزل على العراق فنحن عندنا حالة تشبه كثير بلدين نحن مش لوحدنا بهذا الموضوع هلأ المجلس الوطني للمقالع هو الجهة المولجة بإدارة هذا الملف من المجالس الأليلي في لبنان يلي عنده نظام داخلي بقول سعادة المدير عضوا بهذا المجلس بقول هذا النظام أنه الوزير لازم يعقد هذا المجلس مرتين في الشهر عقل تعديل يعني نحن عندنا أحسن قوانين بس ما عندنا تطبيق وإذا زاد عليه طلبات بقدر يعقد هذا المجلس أربع مرات يمنع من عم بيتها على وزير البيئة وأنا أكيد مش عم بيحكي عن الوزير طارق الخطيئ أنه يعطي أي نوع من أي موافقة من خارج المجلس الوطني يعني بكلام آخر اعتبره هيك بس للمثل تيفهم الجمهور أنه رئيس مجلس وزراء مع احترام الكامل للشيخ سعد الحريري عم ياخد قرارات دون العودة للحكومة بهذا التشابه الوزير البيئة بشكل عشوائي بيعطي موافقة لمتعهد يطلع على عين داره ويفتح مقلع دون العودة للمجلس الوطني الوزير معروف والمتعهد معروف ولازم نتابع هذا الموضوع نعم هيدا اللي صار مع الإدم باي وأخد موافقة بس مش من الوزير طارق الخطيب بس خليه يكفي بتعملي معروف هلا لحنا كلنا مفكرين أنه بعين داره هو مقالع آل الفتوش وهذا كلام مش دقيق آل الفتوش عندهم مقلع من كذا مقلع ومعروفين هاي المقالع اللي عم تشتري بشكل غير قانوني على القليلة بات الفتوش عندهم ترخيص في مقالع عم تنهج عين داره بدون أي نوع من ترخيص بدون أي مصوخ قانوني مغطيين من زعيم بهذه المنطقة تعرف ساعتك بعد ما وصل للجواب مين المسؤول بالآخر أنا رح قالك مين المسؤول برأي المتواضع بعد عشرين سنة من الخبرة في هيئة موجودة بالبرلمان اللبناني منشأة بالدستور لمحاسبة الرؤساء والوزراء عن أي مخالفات بيعملوها وهيدي بعد ما ما تفعلت هايدي اللجنة لغاية اليوم مع كل الواقع اللي احنا عايشينه بعد ما لقيت حضر نعم عندك أي تعليق قبل ما أعطي الحديث لأستاذ شربج عندي تصحيح لأنه دخل الدكتور بيرج بمغلطات بموضوع عين داره نعم أول شي نحنا لما عم نتحرك ضد المقالع والكسرات الفتوش تمامية وخمسين مليون متر مربع اثنين وعشرين كسارة أخرى تمامية وخمسين مليون متر مربع تمامية وخمسين ألف متر مربع نحنا معادين ونحنا تحركنا لدى النيابة العامة المالية ضد كل الكسارات وما عم نحكي عن تيار فتوش ومش عم نركز عليه بما أنك دخلت بالتسميات وبتحاول دائما تسميات أنه تحيد أنه تحيد الوزير الخطيب أنا أريد أقول لك شغلي بسيطة بمعركتنا بمعركتنا ضد معمل الإسمنت الوزير الخطيب غطى غطى مخالفة القوانين من قبل اسمح لي لا أشرح لك ليش من قبل وزير الصناعة ومن قبله شخصيا وأنا أريد أقول لك وين تحديدا اسمح لي اسمح لي بالوقت اسمح لي لا عطيت رأيك عطيت رأيك بدي إيلك بدي إيلك وين هلأ وقف الإسمنت ولا ما وقف مني جايي كنت لحتى سمي شخص أو لحتى برق شخص بس مصر الدكتور سيرجو بدي أشرح له مصر أنه أشرح نحن وقت اللي قدمنا دعوة بمجلس شورة دولة ضد مصنع مصنع الإسمنت حرمنا خلافا للقانون من الإطلاع على تقرير تقييم الأسهر البيئي سمحي استاذ عبدالله بليز الوزير الخطيب هني عم يدفعوا للبلديات بس معلي خليني بس وقف هيدا الشي هني عم يدفعوا للبلديات هني مش عم يدفعوا للبلديات هني كانوا عم يدفعوا عن رخصة عم بيقول للدكتور بيرج أنه المرخصين مرخص الفتوش بألفين متر هو عم يستغل تمام مئة وخمسين ألف متر حاليا والوزير الخطيب عندك تعليق سريع لأنه بديفوت على الهاشتاغ بيرسي وصلت الفكرة بسي شغلة لأ عنا مشكل هوني عنا مشكل أنه أنا ما قادر يعني اسمع كلامه ما قادر أعطي توضيحه نحنا مش ضد الفتوش تحديدا نحنا ضد كل الكسرات نحنا بنعتبر الفتوش مرخص على عقار على عقار بألفين متر مربع هو اليوم عم يشغل على اثنين وعشرين عقار أوكي يعني واحد على خمسين هو مرخص هو انتهت رخصته من أول سنة استثمات هل في أحزاب عندك كسرات فوق بالمنطقة كمان في أحزاب ما في أحزاب عندك كسرات بس ما في كسارة إلا ما ملتجي بحزب بحزب سياسي الغطى السياسي موفر للجميع ف وموفر كمان عبر قرارات إدارية من المستوى السياسي يعني لما الوزير المشنوق بإحالة بيبعت أنه والله شيلوا صخور لأنه وزارة الطاقة بحاجة لصخور لسد بلعة شلوها من عين دارة أنا بس بدي وضيح مش فقط مجلس الوطن المقالع والكسرات هو بيعت رخص مجلس الوزراء مجتمعنا بيعت رخص وكل رخصة خارج هالإطارين هي غير قانونية وكل نشاط وصلت الفكرة وصلت الفكرة لا قلت شو العقوبة هيدا هيدا الأنون العقوبة أنه كلهم هولي مفروض يكونوا بالحبس وعدد المخالفات اللي عاملينا وكل الوزراء يلي غطوا هيدا النشاط مفروض يخضعوا مفروض يخضعوا مفروض يخضعوا عفوا شكرا شبك مفروض يخضعوا ليوم لمحاكمة لدى المجلس الوطني فيه إسمع رده سريعا لأنه عندي نواحي إيجابية بدي أحكي فيها بدي أخذ من أستاذ شربل كمان إشي عن الزراعة بدي أخذ من مالفين ردك السريع لا نحنا اتفقنا نحنا والزميع وصلنا لحال ما بدنا نصوب على ناس ونترك ناس مش الفتوش ونترك الباقيين الفتوش هو اللاعب الأصغر بمنطقة عين دارة وبالتالي نحنا بدنا نحاسب الكل على مخالفاته عظيم مالفين شو عندك من تفاعل أول شي في عندك أسئلة سريعة أول شي في عندنا أنه نحنا تريندينج على تويتر تريندينج نومبر فور بفضل تفاعل كل يلي روادنا وقع التواصل عنا عنا كمان نتيجة السؤال اللي كنا طرحنا أنه مين الأهم بالوزارة المدير العام 72 بالمية و28 بالمية للوزير في عنده سلسلة أسئلة رح اطرحهم بشكل سريع لحتى يجاوبوا عليهم الجوف أول شي كلنا بنعرف من رايان زيتون كلنا بنعرف أنه وزارة البيئة هي الوصية على المحميات بلبنان ولأن عدد المحميات الفعلي بفوق 15 محمية هل فيه توجه بالوزارة لاستحداث وإنشاء إدارة خاصة طعنة بإدارة هذه المحميات وين صار أنون تنظيم المحميات أيضا هل رح يضل ملف الكسارات خارج عن عهد وزارة البيئة لأن المهل الإداري اللي تعطيها وزارة الداخلية تحد من صلاحيات ومرائبة وزارة البيئة كمان سؤال من سمير لازم نحكي بخطة لتنظيم القطاع الزراعي بهدف الحد من إغراق الأسواء بأصناف محدودة من المنتجات بالإضافة إلى دخول أسواء جديدة لتصريف الإنتاج عم يسألوا كمان نبيل سلامي عن الأدوية والمبيدات الزراعية المزورة والفزدية اللي أطاحت بمواسم الفاكهة الصيفية هل هناك من إلياس الشويري هل هناك من الشخص جريء بما فيه الكفاية أنه يطلع ويسمي من الشخص أو الجهة المسؤولة عن فضيحة الرمل البيضة أما بالنسبة لتلوث نهر الغدير ومخالفات البناء داخل مجرى النهر كيف ممكن تنحاله من المسؤول عن غياب محطات التكرير بمختلف المناطق شكرا مالفين هلأ برجعلك استيش شربل حضرتك مهندس مع ماري شو اللي جابك على الزراعة مصوار جميعا كيفكم ثبتوا أحد شو بتعملوا بطلع على الضيعة يا غدا حبينا نغير جو نطلع على البقاء نتصيد واخدنا شقفة أرض قالنا شو أحلى شيء للصيد هيكيك ما في شيء تيور أخدنا شقفة أرض صحرة قالنا من الزراع زيتون لسمون فعملت ريسورج أنا بحب كتير بعمل أبحاث شفت أنه زراعة الزيتون بلبنان بميل والزراعة العالمية بميل في شيء زراعة اسمها سوبر هايدانسيتي أوليف فارم يعني الزراعة المكسفة المزارع شو كلفته بالزراعة الزيتون غير أنه الأطف أهم ما شيء الأطفوش إلي بهالزراعة يعني بتكون مزروعة بالصف بطريقة كتير منظمة عم تربح أرضك بد ما تزرع بين الشجرة والشجرة خمس متار عم تجرع متر وثلاثين سنتي عم تزرع بين الشجرة والشجرة فبس تزرع متر وثلاثين سنتي بين الشجرة والشجرة بصف واحد وبتجي مكنة بتقطف لك بالشجرة بتقطفها بالثانية بثلاثين سنتي بتقطف الشجرة بالكميون هون بتعطي كتير إفادة سريعة للمزار كل فتا عالية المكنة كل فتا غالية بينما الزراعة مثل ما شايفين على الصور زراعة بالصف كتير حلبة ري زيتون بنصئين إحنا يلي بقلك ما بينصق الزيتون والبرهان عندك فكرة ساعة المدير العام عن هيدا الشي اللي عم يحكي عنه عن هالقد انتاجية كبيرة بالزيتون وكتير سريعة هيدا سوبر هيدانسيتي بتنزرع بطريقة كتير سريعة جيلسة عم تشوفوها على الصور وانتاجية أكبر انتاجية هي أسرع لأن هيدا جايبين شجرة اسم الإسبانيا اسمها الاربكينا اربكينا اي 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 تين هيدا مواصفاتا انو وشلها عالي غصنة ايسي وشلوحات راية سبتسمحيني نعم سير عدة مواضيع بديري وضح أول شي بالأسئلة بس لحظة لح لح هم همين الرد على بس خليني أول شي بدي حييك على مبادرتك وعلى الجهد الكبير اللي عم تعمل خاصة بالتقانيات الجديدة بموضوع زراعة الزيتون نحن الوزارة الزراعة دخلنا بكتاع الزيتون عدة تدخلات أول شي عبر الطفات الزيتون هيدا الطريقة الميكانيكية اللي هي بتخفيف كلفة يد عاملي بتحسن نوعية الكتاف وهالشي تعواننا في معدة تعونية لقابة زراعية بكل المناطق اللبنانية اثنين عبر براميل ستينليس اللي هي لحفظ الزيت وهلأ بالنسبة لموضوع الأشجار اللي عم نحكي عنه نحن بكل الأصناف الأنواع الإنتاج الزراعي عم نحاول نلاقي أصناف جديدة قادرة تكون عندها قيمة مضافية عالية لتحل محل الأصناف التقليدية لبدون أصناف جديدة ما بتقدير تحلي قزمة تصريف الإنتاج الزراعي نعم شو التحديات اللي عم بتواجهك شربل لحقاتيك المجال من بعد ما تخلص الفقرة أنك تجوب سريعا على الأسئلة حضرت مع نحن إذا بتشوفوا كيف تتقطف الزيتون بهذه الطريقة نحن هاي المكان النقصتنا نحن زرعنا بهالسيستام ثلاث ثواني إذا بتعدوا ثلاث ثواني بتشوفوا كيف تقطف الشجرة والحلو فيه أنه بس تقطف الزيتون لازم تغري روح على العصر بالزيتون اللبناني من نقطفه من جم أو تصير يحرص تناخده على العصر بيكون على الأسيد نعم ونحن الهدف نحن الهدف أنا زرعنا حيثت هلأ أول مرحلة 11500 شجرة وهي دي كخطوة أولى والهدف تابعولي منو الكمية الهدف هو تابعولي النوعية نعم نشتغل مع شركة الآيزو ومع شركة البايو السي سي بي بي طبع تناخد أحلى إنتاج أورغانيك وبتوصلنا على نتيجة إذا بتشوفوا النتيجة اللوصلنها بعد تلكم الصورة وصلنا على الأسيدات 0.2 نعم وصلنا يعني بعتقد لحنا وصلنا أكتر من العالمية نحن منحييك منحييك على هالندفاع اللي خليك إنك تنتش منحليك على هيك طموحك إنه يكون عندك نوعية كتير ممتازة وكل شخص أنا بدي شيد وكل شخص مثلك عنده هيدا الإيمان أنا عمتباع من خلال المراكز الزراعية بالمنطقة بدي هنيك وبدي أتمنى تكون مثاله كدوي للبيئين اللي يعملوا بمواصفات شكرا بريك ومنتابع الفقرة الثالثة من برنامجنا لليوم متابعين معكم الفقرة الثالثة من ضروري نحكي والحلقة اليوم فيها أكتر من ملف وأكتر من موضوع وتفاعل بشكركم عليه جدا نقدرنا لهلأ نصير بتراند نمبر ثري على مواقع التواصل وبفضل تفاعلكم لحنحاول قدمة فينا نجاوب على الأسئلة وبداية بيسعدني رحب بيها الفقرة بالمهندس ويسام طويل بالناشط البيئي سليم يونس والمهندس غسان فغالي وكل واحد منهم عنده قصة وخبرية منها الكتير حلوة ومنها الصرخة اللي بتصير الله راد معكم أحسن لخصصة لتجاوبوا شوي على لتفاعلوا الجمهور معكم لأنه في أسئلة للشباب كمان لحيمرقوا روبرتاج معين عن منطقة الحمصية وشو عملوا لهلأ فيها بيئيا وبداية سريعا ديما الجندي سألتك عكفر فلوس وبسري تعليقك السريع على هالموضوع كادت أن تكون مجزرة بيئية بس الحمد لله بالوقت الحاضر انضبطت وتحت الإقاع بس هي كمان محاولة التفاف على نظام المقالع والكسرات بالحصول على ترخيص من أنواع مختلفة بتأثر سلبا على البيئة بالنسبة للسدود بدقول شغلي عموما بموضوع السدود نحنا لن مع السدود ولا ضد السدود في شيء اسمه دراسة تقييم أسر بيئة بتحدد إذا هذا السد سليم بهالموقع ولا لا على سبيل المثال نحنا اليوم نحكي بسد بصري بدنا نشوف وقائع جيولوجية والهيدروجيولوجية طبعا المنطقة إذا بتسمح أن يكون فيه جسم مائي بهالحجم بهالمنطقة ومنطقة كفرفلوس كانت مبادرة لنلتف على الأنون تنحصل على صخر تنزود سد بصري بالردم تنقدر نعمل سدود عزيم فكلهم مربوطين بعض سريعا شو الأشياء اللي بتحب أكتر شي ترد عليها من الأسئلة اللي أول شي أسئلة كتير مهمة بحي اللي عم بتفاعلوا معنا عمواقع التواصل الاجتماعي ونحنا وزارة الزراعة دائما عتواصل مع كل المواطنين بالنسبة لموضوع الإغراق المنتجات الأجنبية بالأسواق اللبنانية نحنا في عنا اتفاقيات ظالمة لحق الزراعة اللبنانية اتفاقية التيسير العربية واتفاقية الشراكة الأوروبية ما في توازن بين الصادرات والواردات اللي عم يعملوا وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الاقتصاد ووزير الخارجية عم نعيد النظر بكل هالاتفاقيات بما يكون عنا توازن ونحنا أصدر وزير الزراعة قرار بمنع استيراد أي منتج من أي دولة عربية لتحت إذن استيراد مسبق حماية للمنتج الوطني هل في تهريب مثل ما أما عم بتفوت منتجات وأدوية زراعية غير صالحة عبر التهريب وهون أنا عم بتواصل بشكل دائم مع المدري نعمل للجمال وبناشدن عبر الإعلام موضوع التهريب عبر المعابر الحدودية الشرعية وغير الشرعية أساسية لأنه نحنا عم نمنع المنتوجات مثلا تفاح إجينا من يومين ثلاثة تفاح موجود بالأسماع تفاح يوناني ووزير الزراعة ما عادت إجيز الاستيراد كيف فاتت التفاح اليوناني تنين موضوع الأدوية الزراعية نتحكى عننا الأدوية الزراعية منعينا نحنا استيرادة فاتت على البلد عبر التهريب أصدرنا عدة كتب وطلبنا من النيابات العام وكضاء التحرك وهون برجع بقول نحنا حارسين على موضوع وقف التهريب أما نسار أشي كمين عن موضوع حماية السرب الحرجية كيف ندرائب موضوع استصلاح الأرض عندما بيعتوا رخص استصلاح الأرض وزير الزراعة في فرق الأحراج عنا 29 مركز أحراج كمين بكل المناطق وتنلاقي الرخصة صارت مخارفة للأنو أننا نغري نوقفها ونحول المناف للكضاء المختص بموضوع التأمين الأسواء عم نأمن أسواء هذا هدفنا وهالشي بتصور بس بدي أدعي المزارع وكان عنا تجارب ناشح بإحترام المواصفات والنوعية دخلي من جو دكاش من الكتائب اللبنانية سريعاً جو بونسوار أهلين جو دكاش حسب الكتائب اللبنانية عندي سؤالين الأول زراعة والتاني بيئة حضرتك حكيت عن ملف التفاح نحن ويننا اليوم من ملف التفاح ومن تصديره للأسواق الخارجية وكيف فينا نعالج مشكلة استيراد التفاح من الخارج بينما نحن عنا فائد بالتفاح المحلي سؤال تاني ويننا نحن من تطوير الصناعات اللي خاصة بالزراعة سؤال تاني حيكون بيئة نحن ويننا من الحد من المكبات العشوائية اللي عم شوفها بجميع الوديان والمناطق اللبنانية وسؤال تاني نحن ويننا من السياسة اللي عم بتحد من الأسر البيئي للمكبات للمطامر العشوائية اللي صارت مشاكلها سوبر كبيرة وخصوصة مثل مطمر برج حمود نعم قبل ما تجاوب حضرتك لحاخد الجواب بتغسطان فغالي لأنه كان عنده تجربة بهذا الموضوع بخصوص إنتاج وتصريف التفاح ومن ثم سريعا بياخد منك الجواب ومنك لحتى قدر اخد كل المشاركات بليس مساء الخير لا إليك لا أديوك ماشي تفضل أي بالواقع زراعة التفاح في لبنان هي زراعة مثل ما كلنا بنعرف بالطال كل المناطق الجبلية يعني كل القاطنين بالجبل هني منطلين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهذا الانتاج وبالواقع هذا الكطاع حجمه أو حجمه الاقتصاد السنوي كيمته الفعلية هي حوالي خمسين مليون دولار ولكن مصاريفه كتيرة هالخمسين مليون دولار عم بيروح مننا بين قطاف وبين نقل عم بيروح بحدود العشرة مليون دولار وهذا الكطاع حجمه تقريباً بطال عشر تلاف عائلة بالحد الأدنى عشر تلاف عائلة بالحد الأدنى عشر تلاف عائلة مش عشر تلاف مزارع شو المشاكل اللي عم بتواجهها؟ المشاكل الأساسية وصل لك أول شيء من حيث موازنة التفاح عنت كل منتج زراعي هي موازنة سلبية ليش؟ لأن المدخول للعائلة الواحدة يلي عيش من التفاح هي فعلاً ما بتزيد عن ألفين دولار سنوياً بس عملية حسابية بسيطة لما نقول نحن عندنا خمسين مليون دولار حجم نسبة إلى عدم التصريف يعني؟ مش بس عدم التصريف واصل لهذا الموضوع المشكلة الأساسية يلي تفضل سعادة المدير العام عم يحكي عنها يلي هي التهريب التهريب يلي هي بالطال الزراعة بشكل عام والتفاح بشكل خاص ولكن ضبط التهريب هي عملية كتير بسيطة نحن نعقدها منقول أنه في الحدود اللبنانية هي كتير كبيرة ولكن ضبطة كتير بسيط لأن كل السلع المهربة هي عم تنزل على خمس أسواق لبنانية محصورة بالأسواق الجملة بكفة أنه يكون في خمس دوريات من الجمارك وهيدا الإنون الموجودة سعد المدير وصلت الفكرة غسام بدي حييك حتى إيدك على الجرح كمين بدي أشكر سؤال مندوب حزب الكتاب اللبنانية سريعا بموضوع التفاح بكتعطيني بدي أنه هذا موضوع أساسي أنا بقول أكتر من عشر تلاف عائلة لبنانية هذا موضوع منتشر بكل المناطق اللبنانية وعند كل الأطياف السياسية بدي ناخد قرار واضح فخامة الرئيس أول شي شكل خلية عمل لمعالجة موضوع التفاح اللبناني عم نجتمع من الأصل الجمهوري لمتابعة هالموضوع موضوع التفاح بده معالجتين في معالجة على المدى الطويل هو موضوع تغيير أصناف التفاح والبنى التحتية للتفاح يعني نحاول التفاح التصنيعي ولا عصير ولا كومبوت تفاح عغيرار تجربتنا بالبيض اثنين على المدى الأصير بدنا نعزز الأسواق اللي هي عم تكون مصر عم تكون الأردن وعم نحاول مع أسواق دول الخليج يعني الكطر الإمارات الكويت العراق نحن رح نكون بالكويت وبالعراق الأحد والتنين أنا مع وزير الخارجي لمتابعة هالموضوع هايدي بهدف أنه نزيد كمية الصادرات بعد ما فتح معبر نصيب أنه كان عندنا معبر نصيب هو عايق أمام الزراعة اللبنانية بالـ 2015 سكر المعبر تحول لبنان لجزيرة بعد فتحه من شي شهر هلأ بتصور صار لأننا مجال لحتى نقدر نصدر للتفاح وسفيرتنا بالأردن عملت جهد كبير الأسبوع الماضي مع السلطات الأردنية بموضوع التفاح اللبناني نعم عزيم بدي بيئيا لح أرجع لك من بعد ما أخذ بداخلات الناشط البيئي سليم يونيس بس هلأ لح أعطي بارقة أمل عملوها بالحمسية وهو ويسام طويل خبرنا عنه سليم يونيس ناشط بيئي لا كنت عم بحكي مع ويسام طويل ويسام طويل عن اللي عمل اللي صير بالحمسية نحنا بضاية الحمسية بكضاء جزين صار في عنا مجزرة بيئية لصراحة مجزرة نعم عنا بارقة أمل مش بارقة أمل هذه مجزرة بيئية صارت نحنا الحمسية هي امتداد لحرش بكاسين اللي هو أكبر حرش سنوبر بلبنان وبالشر الأوسط في تلة بكسوة بالسنوبر تقريبا 40 ألف متر مربع فيها فيها إفراز قديم جدا عمره 30 أربعين سنة بيجي المتعهد السيد علي حجازة بيبلش يحفر بالأرض بيبلش يعمل ترقاط بعيس فساد بكل الجبل بدون بدون رخصة قانونية من قبل المدرية العاملة للتنظيم المدني بدون رخصة من وزارة الزراعة لحتى يقصها الشجر ما بعرف إذا عنده رخصة من بلدية الحمسية أو لا هالعمل هذا بقي على مدة شهرين أو ثلاثة شهر وهالأرض هذه هي على طريق العام تبع صيدة جزين يعني لنا بكعب الويدي ولا براس الجرد أنا السؤالات من أي مدى سايرة هي تادي من صلش ثلاثة شهر بين الشهرين لثلاثة شهر هلأ عندك علم وخبر في هذا الموضوع نحن عندما تبلغنا من أسبوعين الموضوع ضغري تحركنا وفرق في مركز الأحراج في جزين عمل محضر ضابط ومعالي وزير زعية الأحادي للقضاء المختص وطلابت أنا توصلت مع معالي وزير العدل بالإسراع بإصدار الأحكام السارمة بحق المخالفين إن من ناحية التعارض لأننا غبيت 2 عدم استحصال على رخصة من وزارة الزراعة 3 عدم مراعاة الأحراج ومراعاة السلحة تاب البلدية وين سؤال الأساسي هو أولا بلدية الحمصية هي وين ولاي ما أخذت ولا إجراء عبر شهرين ثلاثة من الأشغال كمان مكتب الأحراج بجزين طيب على مدى شهرين ثلاثة ما كمان ما أخذ إجراء إلا ما توصلنا مع المدير العام لحتى لحتى طلعوا وعملوا هالمحضر تالتان مغفر جزين كمان وين يعني ساعدتك شو رأيك بهذا الموضوع بهذا بالتحديد نعم مش زرابيئي شجرة السنوبر بهالعمر على الورقة والقلم إذا واحد مدير عام البيئة مدير عام وزارة البيئة وهي دي مجدرة بيئية بأمتياز ما عندك علمه خبر فيه لأ عنا علمه خبر فيه بلغنا الأستاذ ويسام وقلنا له يقدم كتاب للمدعي العام أكيد ما عنا خبر فيه فيه جرائم كتير بتصير هوني أنا بدي أدعي تسمحني لو عم قطش لساعدة المدية بدي أدعي كل البلديات مثل ما عمل كل الأفراد تكون اسم غطية أو مش غطية هل القضاء وين بهذا الموضوع هل القضاء متقاعس بهذا الموضوع لا لا ما عم نقول حدا متقاعس اليوم الجرائم بتصير مثل الجرائم العادية السرقة كل يوم في جريمة بيئية تماما كل يوم في عنا جريمة عطرقات الجرائم كتراني هيدا بده ضبط بده تعاون بده عقاب إذا ما في عقاب مش بس ضبط ومش بس محاضر ضبط هيدا بده قضاء يجزم بهذا الموضوع على سبيل المثال بموضوع الصيد صار الوزير الوزير البيئة طارق الخطيب محول عدة أشخاص عم يتصيدوا بلا رخص صيد على القضاء المختص والقضاء المختص هيدا أكتر من رخصة صيد بلا هيدا بالتحديد مش عم نقدر نحكي عنه سعادة الموديل الشغل لي مش عم نقدر نعرفه أنه سنوبرا بهالحجم بهالعمر على الورقة والألم حقه مئة وستين ألف دولار هيدا بده من خدمات للبيئة من انزحال تربي من التقاط مطر من تراصل دين من كذا الاخير بدي أخو المشكل بيزداليا مهمة المشكل أنه هيدا بتنقص وبتم بيع بالسوق بألفين دولار أي متى ما بتدقوا ناقوس الخطر وبتقول أنه أنا إذا ما عملتوا هيك أنا فعلل وتريك لكم هيدا الشي كله سواء وتتحملوا بتسمحيلي بنقطتين أول نقطة إذا بتريدي نحنا بيصادت عم بيسألوا سؤال بيصادت بنقطة بس بموضوع أنه نغابات بجيوبك بجيوبك عن موضوع أنه نغابات نحنا بيصادت تكبير العقوبات على المخالفين أنه بعد أنه نغابات أنا حضرتك صار لك عشرين سنة مدير عام البيئة مدير عام البيئة عم بتشوف هيك مجازر بيئية أي متى بدك تدق ناقوس الخطر وتقلهم أنا هالموضوع إذا ممشيتوا مثل ما لازم أمشي أنا أول مدير عام بقدم استقالة لأنه الوضع مش عاجبني هيدا الكلام دقيق وأنا واقف عم أفرق الطرق اللي أنت عم تحكي عنه سيد داليا بس أنا بحب تذكر بأداء البيئة بلبنان نحنا بسنة 2005 ضروري نحكي كان رقمنا بالعالم الرقم 35 من أحسن الدول بالبيئة وفيكن ترجعوا اليوم سنة 350 يمكن فيكن ترجعوا لأرقام جامعة ييلو كولومبيا اللي بتنشر هالمؤشر هيدا بس بديقول شغلي مهمي فدل إجابة على منضوع حزب الكتائر يعني بيجي يوما ما إذا ما مش الحال أنا ما عم بدعيك للاستئيلي بس أنا عم قول هو موقف وطني لمره واحدة مدير عام يقول أنتوا خربتوا البلد أنا ملحسيهم بخربت هيدا البيئة مية بالمية أنا واقف على هيدا المفرق الطرق قريبا بس بدي جيوب على منضوب حزب الكتائر أول شي بدي أقول لهم ينا عادي عليهم 82 سنة وبيدي أقول لكم شغلي والضروري نحكي نحنا كان عنا شبكة لقطة موضوع النفايات هاي كتير بهمة فيه شركة بتلم وفيه شركة بتعالج وفيه شركة بترقبهم هني نفسهم مالكين هالشركة ضلت هالشركة 17 سنة كان إلي الشرف وإلي بكل طواضع دور بفكفكة هاي المافيا وأول من وقف ضدها لهالمافيا هو الطيار الوطني الحر بالتعاون مع حزب الكتائر بمجلس وزراء وقالوا ممنوع التجديد بالتراضي وبدنا مناقصات بليس ده اللي كتير مهمة بدنا مناقصات عملوا مناقصات بمجلس الماء والأعمار وبدأ أرجع لأنون النفيات اللي حكيتين عنهم عمل مناقصات بمجلس الماء والأعمار نزل وزير البيئة على مجلس الماء والأعمار قال هذه صفحة جديدة بإدارة النفيات في لبنان هذه من أفضل المناقصات اللي عملت في مجلس الماء والأعمار بقطاع البيئة بس بعض النفيات عم ينكبوا هلأ صاروا بالبحر ثاني وحدة بتعملي معروف عم نحكي قبل ما بلشنا تاني يوم الصباح بسحر ساحر بيبعث نفس الوزير يلي قال انه هذي مناقصات ممتازة فضيعة كذا يعني نزلها سملة عليها من السماء لها المناقصات بيبعث مكتوب عمش وزراء لإلغاءه وبصير لأزمة النفايات مين بيحاسبه هذا الوزير مين بيحاسبه مين بيحاسبه بيطلع على الإعلام بيخبر أربع مليون لبناني من هو الوزير المعني يا سعد المدير عم تحكي كلام يعني إله علاقة بقصص بقصص عم بتوريخ نفايات بالبلد عم بتوريخ مصايب بالبلد عم بتوريخ ما بتذكر الوزير اللي عمل هذا الشيء ما عندهم أسماء الوزراء اللي إجوا من 20 سنة لهلأ بلأ أسماء النائب غسانم خيبر عمل قانون اسمه الولوج الحر للمعلومات صدر هذا القانون تعرف ساعدتك طول ما نحن منقول في وزير وفي إكس وفي إجرك وهو بيعرف حاله وما عم قوله وما لح قول اسمه قدام الرأي العام ما لح قدم إخبار علني فيه طول ما نحن لح نضلنا وقاعدين بعد عشر سنين لح تضلوا أنتو زيتكن بشوية إنجازات أنجق عم تنذكر سليم بدي منك بدي منك شوية أمل دخيلك لأنه أنت عندك شغلة عاملة حلوة يعني على القليلة تمرو اليوم قبل ما أخل عندي بعد مداخلتين قبل ما تخلص الفقرة يعني قصتي بسيطة كتير مثل أي مواطن عم يتقلم من الوضع البيئي الموجود بلبنان وبعيدا عن نظريات والحلول الورائية دائما نحن في دقتين باختصار الله يخبر بلشت من أربع سنين طوعت بجمعية شعاع البيئة بالصرفاند ونزلت على الأرض وصرت أشتغل ابتكرنا شيء اسمه نفايات يعني نحن بناخد نفايات المفرزة من قلب البيت وبنعمل توعية كل الوقت مع طلب المدارس مع الجامعات مع مجتمع المحلي شوية شوية بلشت القصة تزيد وصار فيه قبول يعني عنا فيه آلاف الأشخاص اللي عم بيفرزوا معنا وعنا بالمركز تقريبا تليدي طوام بالنهار منعمل معالج للنفايات الصلبي عظيم عم تل ما شايفين على الصور وعم نشوف الصور ويوم بعد يوم القصة عم تكبر لأنه الفكرة عم تلاقي قبوله من الرأي العام يعني عم نقدمه لحلول عملية ما فيها لا تعئيدات ولا شيء يعني كل ما عليهم بس بالبيت يفرز يفصل مواد الصلبي عن المواد العضوية المواد الصلبي بيرجع كلها بنعمل إقاية التدوير المصانع بتكن وقفة بالدور ناطرة بدي مواد أولية رخيصة بنأمن فرص عمل وبنخفف تلوص لا ما بيستاهل زقف عليها بس زقف كبير بلدية سائط المسك بحرصاف تعمل نفس الإدارة هون تقبض من عائدات المواطنين 280 مليون ليرة 280 مليون ليرة تصرف على النفايات 200 مليون بتضل الله 80 مليون إيجا رئيس البلدية أنا بعد 6 سنين إذا بدي تضل بس موزنة 80 مليون رح أسقط بالانتخابات رح أقوله جيت على البلدية شو عملت ليش ما عم يقدر يكفي رئيس البلدية لأنه عنده عائدات من الصندوق البلدي المستقل محجوزة ما بتتحوله تقدر يشتغل فيها سكر هيدا البرنامج الحل وشفني ورجعي فات مع المتعهد يكب نفياته بالبحر عندي بآخر فقرة حديث عن بلدية عم تعمل إنجاز ولح أحكيك بكل حلقة عن البلديات إنجاز وإخفاق بتمنى أنك تتبعني عندي مداخلتين من الجمهور قبل ما أنهي معكم بآخر كلام عندي يوسف جبران من الطيار الوطني الحر يوسف فضل سريعا يوسف جبران طيار الوطني الحر أنا أول شيء بدي أحيي المدرع العامين الموجودين معنا اليوم سؤالي هو لمدير عام البيئة السؤالي لألك ساعدت المدير بس إذا في مجال تطلع فينا لا بسمعك مدرور تطلع فينا فيك توبره مكرستك توبره لا بظهري عمي جاني مش قدر صدر صدر سؤالي لألك ساعدت المدير هو نحنا اليوم باللبنان عم نورجه مشكلة كتير مهمة واللي هي مشكلة النفايات اليوم النفايات عم تكلنا أكل رح تأثر على أولادنا رح تأثر على مجتمعنا صحيا اقتصاديا اجتماعيا اليوم هيدا المشكلة كتير مهمة وكتير خطرة طرح حل من قبل بعض الفرقاء والبعض الآخر عارض هذا الحل نحنا اليوم بهمنا نعرف هذا الحل برأيك اللي هو المحارق برأيك انت شو سلبيته وشو إيجيبيته لهذا الحل شكرا 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 يوسف بدي أخذ السؤال الثاني من خالد سنو لحتى يجاوبوا عليه دغري خالد شبو عزرا سيار المستقبل بما أنه أنا من إقليم الخروب ومن برجة تحديدا يلي تحملت وتعبت كتير بملف النفايات نحنا كنا مستثنيين من خطة النفايات ورجعوا لما رجعوا فواتونا اجت سيتي بلو بمساع النائب محمد الحجار مشكور تلمي الزبالة جديدة أما الزبالة القديمة والمتراكمة بعدها موجودة تأثر علينا بالأمراض والروائح والحشرات الغريبة جدا سؤالي لمدير عام وزارة البيئة هو أنه أين ترح تنشال هذه الزبالة وكان في مقدم لنا نحنا دعم من بره لحتى غطوا تكلفة هذه النقل وين صارت هذه النقل نعم شكرا ملفت أنه الوعي البيئي عند الناس وهم البيئة يعني عم بيكون فيه تفاعل كتير كبير أكتر من أي موضوع تاني سريعا جوابك قبل ما ننهي مع مدير عام بصورة الزراعة أنا أنا بدي رد السؤال بالسؤال حضرتك بن برجة وبرجة عزيزي علي كتير ورئيس بلدية برجة من فترة كان عم بيزورني فيك تسأل ليش ضلت منطقة الاقليم برات الخطة النفايات ومين طلب ابقاء برات خطة النفايات برات الخطة اللي بتنزل كل النفايات على الكوستابرافا في حدا طلب من مجلس وزراء ابقاء منطقة اقليم الخروب خارج الخطة اللي بتبعت نفاياتها على الكوستابرافا شكرا بدي سريعا جواب ستوصل النفايات لهون وتقولوا دخيلكن عملوا البدكون انا لحستعمل كل الدمائر المجهولة بضروري نحكي من يوم مرايح في حدا هونيك في شخص في وزير كل الدمائر المجهولة باللغة العربية لحستعملها بدي سرب على البيت داليا بدي سرب على البيت بدي تتعلق على يوسف جبران سريعا قبل ما انهي يوسف اللي سألك عن المحارق المحارق فيها سلبيات وفيها ايجابيات فينا نحكي عليها مطولا نفايات لبنان من النفايات الملائمة للمحارق نعم شكرا في القمة العربية لح تشاركوا فيها القمة العربية كتير مهمة داليا فخامة الرئيس دعا جامعة الدول العربية تعقد القمة الاقتصادية الاجتماعية بلبنان نحن تاريخيا جامعة الدول العربية بتعمل قمة بينحكها بكتير امور سياسية وبتنسل امور الاقتصادية الاجتماعية صار في قرار اتخذ انه ينعمل قمة فقط للامور الاقتصادية والاجتماعية اول واحدة كانت بالكويت تاني واحدة رح تكون بلبنان وهذه بمبادرة وطلب من فخامة الرئيس استضافة. عزيم. أي متى ما حتصير؟ عجد والأعمالة لازم يكون شغلة كتير مهمة. لبنان وكل فرقاء المعنيين بلبنان بقيادة يعقوب الصراف وزير البيئة السابق وكل الوزراء اللي تعاقبوا. وصلنا أن يكون لبنان مركز لصندوق البيئة العربي. عزيم. يعني بيجيب تمويل من كل العالم. عزيم. نحن نتمنى أن نكون عجد والأعمال نحن خلص وقتنا. أنا بدأت شكرك على كل مجهود وكمان على الأسواق اللي عم تنفتح لنا بيز وكل الإصدارات اللبنانية. بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة الصناعة ووزارة الزراعة اللي عم بيكون على طول لكم هالدور المتفاعل المتكامل. على أمل أن نكون بالحلقة الثانية. عنا حلول أكبر معك. إن شاء الله. سعادت المدير. أنا بشكر الشباب المهندس ويسام الطويل الناشط البيئي ساليم يونس. المهندس غصانف غالي. وبدي أطلب منك من بعد البريك لأنه لحنوصل للفقرة الرابعة. أنا هلأ أودعكم لحستقبل مروان المحامي مروان معلوف بحديث عن البلديات وعن إنجاز بلدية وعن الشفافية في البلديات. بدي منك تعطي بالبريك وقتك لطارق غلييني. لأنه من حزب الحوار عنده كان سؤال بده أقول لك إيه وحابب أنك تجاوبوه. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء. بريك ومنتابع. ونصل إلى الفقرة الأخيرة ببرنامج ضروري نحكي لليوم. أكيد تفاعلكم كان بعقد على السوشيل ميديا. نحن نحاول قدمة فينا نتواصل ونجاوب ولح نحمل أسئلتكم كلها سواء ونرجع نجاوبكم عليها مع المختصين. لح رحب بالمحامي الأستاذ مروان معلوف المدير التنفيذي لمركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك بأهلا. بحب نوه أنه نحن وحضرتكم كم مردكز لدراسات الشرق الأوسط لح على طول نتعاون بموضوع البلديات لح نحكي عن إنجاز وإخفاق إن كنت حضرتك موجود أو بتقرير معين منضوه فيه على البلديات تشجيعا لمن ينجس ولفت نظر لمن يخفق واليوم لح يكون عندنا كمان تقرير كنتوا أوردتوه من خلال المؤتمر اللي عملتوه بالمجلس النيابي أطلقتوا تقرير عن شفافية وفعالية البلديات هلأ بسألك شو أهم اللي ما توصلتوا إليه ولكن لح أرجع على مالفين عنده كتير حكي مالفين شو مالفين؟ باليا نحن بعدنا أول شيء ترندينج على تويتر ترندينج نومبر فور بعدنا لهلأ وكاننا على طول التفاعل هو بيئة أكتر مما هو زراعي مثل ما ذكرت قبل شوي إنه الهم البيئة هو الطاغي على المواطنين وعلى رواد مواقع التواصل خصوصا إنه مش عم يكون في تسمية لأحد من يلي هن كانوا متسببين يعني اللي نحكى بالفقرة يلي قبل البريك كتير خلت الجمهور أنه يتفاعل أنه كانوا بحاجة أنه يعرفوا مين يلي عم يتسبب بكل هيدا الفساد وخصوصا بالبيئة وليش ما كان فيه تسمية يلي تسببوا بهيدا الموضوع فيه كمانا نوعا ما تعب عند المواطنين من وراء كل هيدا الأزمات اللي عم تتكرر إنه البيئة حتى عم يتطرقوا لملفات عدة منها ملف الصحة يعني اليوم بيئية زراعية صحية إذا فينا نقول على تويتر ما ضروري نحكي نعم شكرا شكرا لتفاعل كل الجمهور وشكرا لإلك ملفين على المتابعة سريعا 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 استاذ مروان شو توصلتوا من التقرير اللي أطلقتوه عن شفافية البلديات هل في شفافية عند البلديات بلبنان أو هل ما في من البلديات اللي قدرتوا أحصلتوا على معلومات عنها يا ريت شوي بتشرح لهذا الموضوع أول شي بدي أشكريك داليا بدي أشكر برنامج ضروري نحكي لأننا نجرب نشتغل سوى لنضوي أكتر على عمل البلديات وبالفقرة السابقة منشوف مسألة البيئة والزراعة في عندهم كمان تعاطي مع البلديات وبس البلديات ما تكون عم تقوم بوجبة وبدورة بيكون في حلقة فارغة عم نرجع من وقع فيها من قطع أشجار لعدم شفافية فمن هيك نحن بالمركز حبينا نصدر تقرير اسمه بلديات 21 شفافية وفعالية اتناولنا 20 بلديات موزعة بكل الأراضي اللبنانية صغيرة وكبيرة واشتربنا نقيم مدى شفافية وفعالية هالبلديات الملفت للنظر معظم البلديات منها شفافة يعني منقدر نقول أنه هلا لاحيطلع ورانا على الشاشة أنه 90% من البلديات ما بتنشر أراراتها 80% من البلديات أراراتها اللي بتاخدها يعني شو بدها تنفذ؟ الأرار بس يتشمع المجلس البلدي وطلع أرارات ليقدروا المواطنين يحاسبوا البلدية أم ما يحاسبوها ما عم بيبينوا ما عم بينشروا هالأرارات بنفس الوقت نشر الميزانية 90% من البلديات ما بينشروا الميزانية فالمواطن ما بيقدر يعرف كيف عم بينصرفوا المصريات مسألة كمان أشاره لإلى أنه فيه تقريبا 40% بيعتبروا أنه العلاقة سيئة مع المركز مع الوزارات وأنه معظم البلديات بحاجة لواسطة سياسية ليقدروا يوصلوا للوزارة لتقدر تنفذ لهم نشاطاتهم أم تقدر تنفذ لهم مطالبهم كمان فيه مشكلة عم تواجه البلديات هي صعوبتها بالجيباية تقريبا نسب الجيباية عم تكون ضئيلة ومن هيك بيكون الخدمة للبلديات صعبة لأنه ما عم تقدر تقدم خدمة كمان جربنا بهذه الدراسة نحصي رأي المجتمع المدني بالبلديات اللي نحنا كنا عم نشرح ملفت للنظر هل البلدية تشجع الفساد في العمل البلدي 53 قالوا لا 37.5 قالوا نعم وجواب آخر كيف تحسبهم هيك إذا كانت بشجع أو لا بشكل عامل اللي أحصيناهن بيعتبروا أنه فيه هدر بركة مش فساد بس فيه سوق إدارة وفيه عدم معرفة بحلول جزرية للمشاكل اللي عم بلقوها ولأنه ما عندهم إثباتات حسية ليقدر يعطوها قدام البلدية بس إذا بتجمعي اللي قال إنه فيه فساد واللي قال جواب آخر أما عبدو يجاوب لأنه بيكون خايف مرات من أعطاء رأي واضح بالبلدية منلاقي إنه فيه كتير تقارب فبرأي عام الأحصاء طبع المجتمع المدني كبرسبسيون عن العمل البلدي لقوا إنه ما فيه رؤية للبلديات ما فيه خطط فعالة فيه مشاكل بيئية ومشاكل اقتصادية البلدية ما عم تقدر تجاوب عليها فبمحل معين فيه بلديات عم تعمل بشكل إيجابي يعني بعضة مثل بلدية البربارة وعدة بلديات عم تنشر قراراتها عم تنشر ميزانياتها عم تجرب تتواصل مع المواطنين بس بكمين بنفس الوقت فيه بلديات فيه مشاكل عم توجهها مع العلاقة مع السلطة المركزية مثل ما تفضلوا قال قبل شوية مدير العام بس البلدية مش عارفة أمتين بدأت وصلى أموالها من الدولة تحويل الأموال كيف بدأت تخطط للمدى البعيد وكمين ببعض الأحيان البلديات عم يكون عندها قلة فعالية بالرؤية وبالمشاريع اللي عم تقوم فيها من أهم الأمور اللي أحصيناها هي مشكلة النزوح السوري اللي عم بتواجه البلديات مشكلة الميزانية والإنفاق اللي لقوا الناس معظم الأحيان إنه البلدية عم تصرف مصاري مش على الأولويات اللي هي بتهمها ذكرت بمقدمتي كزينة الميلاد بركها مش من الأولويات المواطن اللبناني بدوا إياها فمن هون منشوف إنه في البلدية عندها المواطن نطرة لتلعب دور كتير أساسي بس لحديث اليوم البلديات مش عم تقدر يكون عندها الدور الفعال والإيجابة والدراسة اللي أطلقناها بالمجلس النيابي وبحب حي لجنة البلديات والدخلية ونائب سمير الجسر اللي عملنا ندوة كانت ناجحة جدا إجوا 17 نائب صار في حوار لأنه هيدا هي الأهمية نبني حوار ما بين البلديات ما بين السلطة المركزية وما بين الناس بتعتبر إنه هيك موضوع سيجدي نفعا مع البلديات لحيي عطيها مثل ناقوس خطر إنها تصير تنتبه في حال نشر هيك دراسات ممكن تساعد على الشفافية أكتر بالبلديات طبعا هي هدفين أساسيين البلديات اللي عم تعمل شغل ينعطالها كلمة حق إنه هذه البلدية عم تعمل شغلة مظبوط لتحفيزها للعمل الأفضل والبلدية اللي بيطلع تقريرها منه جيد لح تصير مجبورة تحسن بس يطلع التقرير بعد سنتين اللي عم بيعمل أبديت لهذا التقرير مجبورة تصير تعمل بمثيل بلديات اللي عم تشغل بطريقة جيدة وأنا بدي أحيي كل البلديات اللي عم بيتعاونوا معنا حتى اللي ما بينشروا تعاونوا معنا ليجابوا إنه هنه ما بينشروا وأسباب عديدة اللي ما بينشروا وليه ما بيتفاعلوا مع المواطنين واليوم عنا التقرير رح نروح أنا وياك على بلدية لفت طولنا نظرنا عليها ورحنا بالفعل صورنا بقرية بالجنوب بقضاء مرجعيون بمحافظة النباطية بتبعد عن بيروت 113 كيلوماتر شوفوا بلدية قبريخة شو عاملة إنجز بظل معاناة اللبنانيين من انقطاع الكهرباء وبعداً أصبح الحل الوحيد هو المولدات الكهربائية وفواتيرها المرتفعة بتسعى بلدية قبريخة أنه تحقق توفير 50% من هلف تورتين عن جيبة المواطن ابتداءاً من أول السنة الجديدة هذا المشروع من الأول بلبنان كثير مفر على أهل البلد واللي مشتركين فيهن 200 بيت من أصل 500 ومنتمنى أن العالم كلها تشترك اللي أعطينا فرصة تانية للعالم أنه معنى مجال أن يشتركوا بعد بهالسنة بحدود لـ 100 بيت بعض وكل هيدا ضمن مشروع الطاقة الشمسية يلي بلشت فيه عام 2015 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائية يعني هي البلدية عملت ميشي سنة هذا المشروع وعدتنا أنه نوفر بقيمة الاشتراك 50% ومن الدولة 50% وأني كصاحب مصلحة بهمني هذا الشيء وفي شيء الثاني كمان مهم أنه هذا نحق اقتصادياً لا إليه ومنح بيئياً كمان وهذا مشروع كتير ناجح ومنتأمل فيه هذا نحن بلدنا فيها إنارة 24 على 24 ما فيه عندنا بتنقطع الكهرباء إلا بعض لحظات لما بيغيروا الترانس بيغير الكهرباء بس يعني ماذا بيوفر علينا الشيك تاير شو 50% ملح كمان لو مشروع فيه لنا ما تسجلنا سمن الأول مشروع كتير ممتاز وأول مشروع بلبنان هذا المشروع فيه توفر 50% هذه المحطة هي المحطة الرئيسية الطاقة اللي بتجي من الخزانات الطاقة الشمسية راح تجي على المحطة من المحطة هي راح توصل ع شبكة الدول الرئيسي نفس الوقت هون كمية الطاقة اللي هي عمت مركها فيعداد بسجل إنه نداش عن طاقة إذن بلدية قبريخة عم تسعى لتوفير على سكينة نصف في تورة الكهرباء وبوسائل صديقة للبيئة فشو بيمنع باقي بلدية لبنان تعمل هالحلول بالفعل تحية من القلب لبلدية قبريخة اللي بأقصى جنوب قدر تتحقق إنجاز وتحية لمهدي كريم اللي ما بيأثر من أجل تصوير أي إنجاز أو أي أخفاق يساهم في تحسين البلد إذا قبريخة وعملت إنجاز بالكهرباء ليه نحن ما بنعمر ليه بمدننا عم بيضل عنا هالمعانات سريعا قبل ما نختم معك بس كيمة أختم إنه اليوم اللي عم نجرب نعمله هو لن نعب فجوة موجودة بالأحصاء اللي عملنا اعتبروا المواطنين والمجتمع المدني إنه التواصل بنسبة 70% سيئة بين البلدية والمواطن فالجهة عم نجرب اليوم نعمله هو نعمل ربط بين الجهات الرسمية من نواب ووزارات بين المواطنين وبين البلدية فإن شاء الله بضروري نحكي نظلنا عم نحكي بلديات لأنه هي البداية للتغيير نعم هي البداية للتغيير وهي أساس لكل إنماء بكل وطن أنا بشكر حضوركن وهيكي تفاعلكون والملفت وجودكن معنا بستوديو اليوم أطفى على الحلقة شغلة كتير مهمة إن شاء الله من دلنا نتلاقى على طول ونتفاعل بشكر تفاعل الجمهور معنا وكمان بحب نوه إنه الأسبوع المقبل لحيكون معنا وزير الطاقة سيزار أبي خليل بحلقة كمان لحيكون فيها الكثير من الأسئلة والملفات بتمنى متابعتكم شكرا جزيلا وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل بضروري نحكي شكرا ملفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر